موسيقى مانيجمنت إدارة نوارد المشروع وفي رأيي أنه ده واحد من أهم على مستوى المشروع وطبعا الناس اللي كانت أخذت على ما كانش في حاجة أصلا اسمها كانت هيومن ريسورس فمن ضمن التغييرات اللي حصلت في إن الهيومن ريسورس بقت بتإنكلود الهيومن ريسورس والفيزيكال ريسورس كمام بتإنكلود إيه الهيومن ريسورس والفيزيكال ريسورس طيب زي ما احنا شايفين كده احنا عندنا الموضوع بينقسم لجزئين شري جزء بيضم معايا الماتيريال بيضم معايا التولز بيضم معايا كل ما هو نون هيومن كل ما هو نون هيومن وطبعا الهيومن ريسورس هيومن ريسورس يعني جزء خاص بكل ما هو كل أفراد المشروع تمام؟ الفيزيكال ريسورس مانجمينت هي هي وطبعا يعني المفروض نبقى إحنا عارفين إيه الفرق ما بين إفشنت وإفكتف طبعا أسد زيتنا في الإدارة اللي موجودين معانا أكيد عدت عليهم النقطة ولكن هنقولها برو تمام؟ كون إن حضرتك تبقى إفكتف معناها إنك قادر توصل للهدف بتاعك كون إن أنت تكون إفشنت أنت قادر توصل للهدف بتاعك بأقل موارد ممكنة تاني كون إن حضرتك تكون إفكتف فده معناه إنك قادر توصل للهدف بتاعك بغض النظر عن حجم الموارد اللي أنت استهلكته كون إن أنت تكون إفشنت ده معناه إن حضرتك قادر توصل أو قادر توصل للهدف بتاعك بأقل موارد ممكنة للوصول للهدف ده تمام؟ زي كون إن حضرتك بيسموها طبعا دايما كده دو زرائد ثينجس أو دو ثينجس رايت تمام؟ دو ثرائد ثينجس أو دو ثينجس رايت ده الفرق مبين أو بيعرفوا اللي اتنين بالشكل ده فعلى درب لك إجزامبل أنا قلتلك أنا عايزك تروح السكندرية في ثلاث ساعات حل؟ حددتلك الهدف وحددتلك الديوريشن وسبتك فاللي كان بتحدد لهم من التسكتين دول كانوا شخصيا شخص راح واخد طرع واخد من قدام البيت على طول تاكسي مخصوص أو أوبر وراح رايح اسكندرية وهو ماشي يعني خد معاه يعني كان مستعجل جدا راح واخد معاه الحاجات اللي لقاها قدامه ومن ضمن الحاجات اللي اخدها خد موبايل مثلا حد قريبه او اخته معاه لانه شايل كل الحاجات بسرعة وتلاقيه خلاص؟ فالفرض الاول ده وصل اسكندرية في ثلاث ساعات تمام؟ بس هدر موارد كتيرة تمام؟ خد حاجات ملهاش لازمة وصرف كتير اوه عشان يحقق الهدف كده هو كان لكن كون انه هو يروح بوسيلة مواصلات لحد بوسيلة مواصلات خاصة لحد الموقف وبعدين من الموقف ياخد عربية هناك مثلا تبقى الرابط تكمل فيها فضلت فيها ثلاث اماكن فقال انا هدفع ثلاث اماكن وهروح عشان احرك العربية فورا فممكن يوصل في نفس المدة او في مدة تزيد قليلا ولكن بتكلفة تكاد تكون الربع او الخمس اذا هو هنا كان efficient كان ايه؟ كان efficient فمطلوب من حضرتك في ادارة المشروع انك تكون اللي اتنين effective يعني قادر توصل للهدف بتاعك فقال الوقت بس مش effective يعني يا جماعة يعني تهدر مويلة بس انت قادر توصل لهدفك هي اكتر حاجة بتميز effective انك بتقدر تحقق الهدف او توصل للهدف بس ده بيكون regardless of the resources used regardless of the resources used بس كولي نحرك تكون efficient ده معناه ان انت تقدر توصل للهدف بتاعك وانتحاطة the resources optimization في حسابتك تقولي الناس وانا بدلهم وقولك لا انت من ضمن مهمك انك ت acquire الناس كون ان في الشركة او في organization اللي حدك بتنفذ المشروع فيها في اقدارة للتوظيف او recruitment او whatever بتجيب الناس فده ما بيشلش من عليك دور الاكويرنج لان انت اللي بتقول انت عايزني ومواصفاته ايه واكيد بتعمل له interview وبتأكسبته فانت هنا قمت بالاكويرنج وكمان في الmanaging والmotivating والempowering للproject فبيقولك كمان حتى مهمة عشان يعني بكمالة بقى الحاجات اللي دايما منتشرة على الفيسبوك ان المفروض مدير المشروع يكون leader ويكون manager كمان طبعا معروف دايما ان احنا بنشير كده ايه بسطات ايه الفرق ما بين الليدر والmanager والفرق ما بين الليدر والبص ومش عالفه والكلام ده بس خليني احصور لك الفرق في حتة صغيرة وحتة مهمة ما تنسهاش ابدا بعد المانager دا بيدير ممكن بشر وغير بشر انما الليدر دا بيليد بشر وفكون ان انت تبقى leader لبشر او leadership او انك تليد الناس دا معناه انك تستطيع التأثير في الاخرين من اجل تحقيق اهدافك اللي هي المفروض تكون اهداف المشروع اهدافك انت ك project manager هنا اللي هي المفروض تكون اهداف المشروع فكون ان حضرتك يكون league rule as a leader فده معناه انك تكون نادر على التأثير في الاخرين او في فريق العمل عشان يحقق اهدافك اللي هي اهداف المشروع وكون ان انت تبقى manager فده معناه انك بتعرف تعمل reports وبتعرف تقسم الشغل وبتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا كmanagement طيب حد برضو عشان من الحاجات المغلوطة دايما ان الناس تقول لها خليك leader وما تبقاش manager او مش عارف ايه والناس كلها شايفة manager دا حاجة وحشة كخة جدا والليدر دا حاجة زي الفول او هي الدنيا وتعش كده دي بتبقى hats حضرتك بترتديها قبعات بترتديها في قبعة leader وقبعة manager والاتنين interchangeably بتبدل فيهم يعني انت بتلبسهم بشكل interchangeably تمام اوقات كتير بتستخدم leadership skills واوقات بتستخدم management skills فايدي حتى بتاعت leader والmanager انا في وجهة نظري انا فيش حاجة اسمها leader بس فيش حاجة اسمها manager بس دايما اي حد بيبقى عنده mix of leader and manager طيب the project manager is responsible for the team formation as an effective group ودي المشروع هو المسؤول عن تشكيل فريق العمل وان هو يخليه مجموعة عمل فعالة طيب دور ادارة المشروع او من الحاجات المهمة في دور ادارة المشروع ان نبتدي ندير العوامل اللي بتؤثر على فريق المشروع زي environment زي geografic location زي culture issues زي organizational uniqueness وهكذا يعني انا عايز ادرب لكم example انا حاليا مدير مشروع تعليم الكتروني e-learning في شركة اعمل business انا مسؤول عن ادارة امشروع التعليمي الالكتروني باللغة الاندنيسية اه باللغة الاندنوسية الاندنوسية تمام طيب اهم بغادة نظر بقى عن ليه اندونيسيا وليه الدنيا دي كله نركن دا على جنب دلوقتي بس انا عندي team في اندونيسيا وعندي team هنا في مصر يعني معايا team مشغال معايا virtual او احنا يعني بنشتغل بشكل virtual تمام نشتغل بقى working from home working وريموت لي وكل الكلام ده كله ايه ففعلا بتظهر عندنا culture issues culture issues دي بتيجي في حاجات كتيرة جدا ان احنا بنبعت emails يعني لو جبت 3 اربعة مصريين ويعني حتى الفلونسي والطلاقة يعني احنا level بتاعنا upper intermediate وهما ما بين intermediate و upper intermediate فيعني ما فيش مشكلة في المستوى اللغوي قوي قد ما في مشكلة ان انت لما تقرأ email كتبه واحد مصري email بالانجليش لغة الانجليزية كتبه واحد مصري فانت بتفهمه في اطار الثقافة المصرية بتفهمه في اطار الثقافة المصرية في حين ان لما نفس الكلام دوت يكون بيكتبه حد اندونيسي وهو برضو بيكتبه في اطار الثقافة الاندونيسية ففرق الثقافات ده حقيقي بيسبب لنا مشكلة خاصة لما بنيجي ندخل 2 ممبر جديد هنا في الفريق بتاع مصر فبيبتدي يتصرف بشكل عادي خالص اللي هو الاميلات العادية اللي محنا ممكن نبعتها عادي جدا دير مش عارف ايه واعمل ايه وسوي ايه ودنيا من دي فنلقي ان الكلام هناك ما تفهمش فنبتدي نمانج معاه حتة ونقوله خلي بالك في كزا اوقات كتير كمان نبعت حاجة ويترد علينا ونبقى فاهمين من الرد ان اللي احنا بعتناه ما تفهمش فدي كلها لازم احنا كإدارة مشروع نبقى منتبهين لها طيب حتة دي مهمة جدا ومن من اهم الادوار اللي المفروض ادارة المشروع تبقى مهتمة بها على وهي ان دايما تمنتين التصرفات والسلوكيات بتاعت الناس والديسيجنز بتاعت حضرتك طبعا في المقام الاول كمدير مشروع وبتاعت فريق ادارة المشروع وبتاع فريق المشروع انها تكون كلها بتتفق مع السلوك المهني طبعا في حاجة كده في البي ام اي ودي هنبقى ناخدها في الاخر اه مدونة السلوك المهني ومدونة السلوك الاخلاقي والمسؤولية المهنية اه مدونة السلوك الاخلاقي والمسؤولية المهنية بها نبقى نتطرق لها في الاخر اه ان شاء الله فمهم جدا انك تحافظ على decisions والactions والbehavior بتاع حضرتك وبتاع فريق ادارة المشروع وبتاع التيم في المشروع انه هو يكون ethical behavior وانه يكون professional تمام لان انت راجل المفروض بعد الكورس ده وبعد ما تحصل على السرتيفكت هتبقى احد النقاط المهمة جدا عند حضرتك ان انت تتصرف باخلاق وبمهنية CODB COD of Business Conduct اه بس هو ليه اسم تاني هو COD of Conduct and Professional Behavior او COD of Professional Conduct حاجة زي كده ده هناخده في الاخر المهندسة نشيدة سأذنكم بس يا جماعة بلاشت قطونا ماشي اوكي طيب نيجي اه نيجي نتكلم عن مجموعة من الترانس هتلاقيني انا في الماتيريال اللي مع حضرتك جايب لك شرح لكل واحدة بس انا مش هقف عند كل واحدة كتير انا مش هقف عند كل واحدة كتير انا هنسبها لك تقراها واللي ما تفهموش قوي يعني حضرتك ممكن تسألني فيه احنا هنا هنتكلم عن حاجة اسمها ايموشنال انتليجنس والاموشنال انتليجنس بايداوي حاجة من اهم المهارات اللي بقت مطلوبة في القادة والمديرين على مستوى العالم دلوقتي وانهم لما بدوا يعملوا احصائيات ويشوفوا ان يدوروا وراء انجح القادة والمديرين فلقوهم كلهم او معظمهم بيتحلوا بالذكاء العاطفي طبعا احنا ممكن نعتبر او نتخيل او اللي بيسمع دلوقتي يقولك ايه اللي دخل للعواطف في ادارة المشروعات او ايه اللي دخل الذكاء في العاطفة في الدنيا دي كلها فهقولك ان الاموشنال انتليجنس هي احد انواع الذكاءات وبايداوي في انواع ذكاءات كتيرة في ذكاء رياضي في ذكاء معرفي في ذكاء بيئي في ذكاء تكنولوجي في ذكاء السيارات بيبقى كل حاجة كده بيقولها نوع ذكاء الشخص اللي بيجيد التعامل مع الحاجة دي بيبقى عنده ذكاء الحاجة دي يعني شخص اللي بيبقى بينه وبين البيئة نوع من انواع الكميونيكيشن بشكل يعني انتبوص لايه بيفهم بيفهم الطبيعة بيفهم الجيولوجيا او التربة بيفهم النباتات بيفهمها بسرعة عارف كده زي مثلا ما تكون حضرتك عندك موضوع معين انك مش شرط تكون تعلن في حاجة دي بس النتيجة تتوقعها لوحدك او تيجي تتصرف فيها بشكل غير مسبوق بعلم بتتصرف بشكل طيب ايه هو الذكاء العطفي الذكاء العطفي هو ان حضرتك يكون عندك فهم جيد لنفسك والمشاعرك وكذلك لمشاعر الاخري طيب يعني ايه برضو يعني انا في النهاية المفروض يكون عندي ايه المفروض مسلا يكون عند حضرتك نوع من انواع الادراك دخل قذلك لنفسك والمشاعرك وفي زي ما تقولك في وعي ذاتي بنفسك كمم بمعنى ان مثلا انا النهاردة اجبت احد الموظفيني يشتغلو معين اقعدت اقوله والله انا عملت معك كذا وعملت معك كذا وعملت معك كذا ولكن يعني قل لي اخار متليل انا قصرت معك فى حاجة هو انا اخرت عنك حاجة هو انا مش عارف ايه فهو طبعا تحت احراج الاسئلة دي فبقى بيقول لي لا بس لما بصيت للفاشل اكسبريشن اللي هي تعبيرات الوجه ونظرات يعني لأ شفت ان وشه او تعبيرات وشه ونظرات يعني بيقوله حاجة تانية يعني انا لازم يكون عندي الذكاء العطيف اللي يخليني افهم المشاعر الاصلية او الحقيقية في الموقف ده ايه انا النهاردة لاقي تصرف بيصدر عن موظف فببصر التصرف فما بحاولش افهم بواعث هذا التصرف ما بحاولش افهم ايه اللي ممكن يكون حصل يعني مسلا ممكن يكون فيه موظف بيهمل بيتأخر انت بتتعامل مع السلوك النهائي بس لازم تكون قادر تشوف هل الموظف ده كان كويس وبعدين بقى واعش طب لو كان كويس وبعدين واعش هل مسلا حصله خصمه في الفترة الاخيرة وهو كان بيشتكي ان فيه ظلم ما حصله طب مش يمكن احساسه بالظلم ده هو السبب ده طيب ممكن الناس بقى تبقى عند السنة بقى تقول لي هو احنا بقى كده بتيجي ندخل في نفوس الناس ونوايا الناس ونعد نتكهن يعني هقولك لأ بس انت النهاردة يعني انا هقولكو على حاجة في ساتيواشن من الساتيواشنز اللي وجهتني انا كمدير مشروع في الشغل ده ان انا في وقت من الاوقات كان الورجنيزيشن فيها نوع من انواع الميس كوردينيشن فيما يخص حاجة معينة بتتعمل وكان خلاص فيه وقت ديق جدا قبل سفري خارج مصر وانا يعني حطيت بوست كده قلت والله يعني قلت فيه لا اله الا الله والحمد لله وربنا يعني طبعا ده بوست ممكن يعدي عند اي حد بشكل عادي بس لان المؤسس الشركة او سي اوك الشركة عنده زكاء عاطفي التقط هنا رسالة انها انا ما باشتكيش كتير فلما نزل بوست زي ده لا ده ممكن يبقى لحاجة معينة فقام طلبني وبدأ يقول لي اخبارك ايه طب فيه مشاكل طب فيه حاجة فقلت له والله فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا فكان زكاء عاطفي منه جدا انه يستشعر ان فيه هنا حاجة ديقة الشخص ده او فيه حاجة اثرت عليه وانه هو كان مبادر وبدأ يتصرف بشكل سريع ويلحق الموقف قبل ما ده يبتدي يأثر على السيكولوجية بتاعتي ويبتدي ديني الكلام ده كله ده مواقف من المواقف اللي انا شفت فيها بشكل كويس جدا طيب الحادة التانية من ضمن الاتجاهات الحديثة لما بيجي اتكلم بيدوية عن فكرة ما يكلمك دايما عن الحاجات اللي بتبقى ترسة طالعك دي عرف انت الترندات ده الترندات في عالم ادارة المشروعات كمام؟ كن الناس اللي متابعاني كنت منزل بوست من كم يوم كده عن فكرة الترجمة الصحيحة لكلمة ترندي فدي الترندات بتاعت ترنس بتاعت ادارة المشروعات او في المانجمنت بشكلها طيب دي فكرة نشأت عن الوضع الجديد او الابروتش الجديد او الديفالوبمنت ابروتش الجديد بتاع الاجيل بتاع ايه؟ بتاع الاجيل في الاجيل احنا تكلمنا عن او احنا كلنا نتكلم قبل الاجيل او في غير الاجيل ان البروجيكت منج jinơر قماندر اعلى سلطة تتمركز عنده الدنيا هو كل في كل هو المسؤول الاول والاخير وهكذا في الاجيل وبدأしょ نتكلم في السكرام وبدأ يبقى ب deposite بتاع السكرام ماستر والدنيا دي كلها الـ self-organizing teams دي بتعبر عن الفكرة بتاعت ان احنا ما بيكونش عندنا منجر بمعنى منجر بيكون عندنا جاست ليدر والتيم ده بينظم نفسه بنفسه وبيبتدي يبقى فيه مجموعة من الـ specialist كل واحد منهم ايم على حاجة بيعملها اكتر من ان فيه centralized manager او commander هو اللي بيعمل الدنيا دي الـ self-organizing teams هي الفكرة اللي جاية من الـ teams الصغيرة اللي بتنظم نفسها اللي بتطبق اصلا فكرة الـ agile كمان؟ طيب الـ virtual teams او distributed teams ده بالظبط زي اللي انا حكيت لك عليهم شوية ان انا نسلا عندي team في اندونيسيا هنا في بس هم مش قاعدين مع بعضوهم هم distributed هم في مكان تاني غير المكان اللي انت عاعد فيه تمام؟ طيب نيجي بقى الـ resource management methods فيه شوية methods كتيرة جدا في just in time في lean management في كايزين في total productive maintenance في theory of constraints طبعا كان حد او التعليمات من الدكتور ابراهيم سألني قبل كده على lean management او lean construction management وانا من طول انا هتكلم عنه عشان كده انا هتكلم عن lean management especially وانتو ممكن تقروا البقيين ونبتدي بعد كده لو فيه اي حاجة مش مفهومة ابتدي اشرح لكم بازن الله اهو نتكلم عن lean management ها جماعة في lean management او lean بشكل عام فكرة lean هو انك تشيل كل ما هو مرهوش لازمة بس كل ما هو مرهوش لازمة ده تعريف يعني برضه في اطفال يعني انت عايز تعمل ايه؟ قالك انت وبيتفوكس حالحاجة يعني نفترض ان انا مطهم نفترض ان انا مطهم فانا والله عامل للناس في المطهم music ييجوا يسمعوا الميزيك وعمل لهم كمان مسلا ان هما يقوموا يلعبوا في مسلا العاب بهم هما كبار وعمل لهم كمان في الترابيزة حاجات معينة كده تساعد في مش عارف ايه وتساعد في ايه بس انا اصلا كنت بتارجة segment الناس العملية جدا الناس اللي هي عايزة تاخد اكلة كويسة تمام بسعر مناسب بسعر اقتصادي مثلا فكل الحاجات دي كانت بتخلي سعر الوجب عالي فالحاجات دي كلها لما انا بقى اقرر اشتغل لهم هبتدي اشيل كل اللي مش بيدليفر فاليو للعميل بتاعي لان انا خلي بالك انا مسلا فيه style مطاعم زي نقول ايه بياخد style كده مسلا كازينو او يعني بيسموه ايه classic dine in حاجة زي كده انا مش فاكر قوي انا فبتبعي تسمع music وبتبقى كده انت اصلا مش رايح بس الاكل او مش رايح تاخد experience بشكل عام فلما ايجي اقول لك بقى اللي انا بعمل lean management في اي حاجة ما نخلي بالك انا مش هتكلم construction برضه بش مانصب رايد انا هتكلم in general lean management فلما باجي اتكلم في lean management ابقى انا في اي حاجة اقرر اشتغل فيها lean اشيل كل ما هو ممكن يطلق عليه في الحتة دي كأنه عندك حتة قطعة من اللح وبتشيل منها الدهون عشان تخليها lean بدون اي فاتس بدون اي دهون فاحنا بنعتبر كل الويستس كل الويستس فاعتبر بالنسبالك انها دهون ضارة واناش لازمة بشيلها من الشغل بتاعي فانا بدليفر value from customer perspective وباليمينيت ويستس وبكيب continuous improvement طيب ايه هي الويستس بتاعتي فيه تمانية ويستس مشهورين defects defects هي the efforts caused by rework scrap and incorrect information فحضرتك من الاول لو كنت حريص ان شفي rework ولا scrap ولا اي incorrect information فانت هتخلص الشغل بتاعك من effort زيادة كانت تتعمل عشان تتعمل rework فانت حضرتك النهاردة بتتخلص من اول الويست اللي هو ويست بتاع the effects. داني حاجة حاجة اسمها overproduction. overproduction هو that is more than needed or before it is needed. يعني انت النهاردة ما تنتجش اكتر من المطلوب. ماينفعش يبقى المطلوب مثلا عشرين قطعة فاتروح تنتج تلاتين اربعين خمسين. وده مش مخطط يعني ممكن يكون. بس تقولي طب انا بنتج اكتر من العشرين عشان يبقى عندي احتياطي. هقولك ما هو المفروض اصلا من العشرين دي لما انت تبلغت بيها كتبة الاحتياط. لان الراجل المفروض بيحسب احتياجاته وبحسب معها الاحتياطيات. فانت ما تنتجش اكتر مطلوب ولا تنتج قبل المطلوب. لان انت انت انتاجت قبل ما يطلب الحاجة ممكن يعرضها فعلا ان هي تبقى ويست. نتيجة ان هي ممكن يكون لها expiration date. او expiration 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 او كان دا كلنا انتر شغل في مطعم. انترش تقول انا لأ انا هاعد بسرعة انتك مثلا مطعم لو هاكن مطعم بيتزا. انا هاعد انتك بيتزا اعمل بيتزا كتير عشان الناس ما ما تيجي تلاقيها جهزة. لأ. حضرتك ممكن الناس ما تجيش ويتبقى ويستس بالنسبالك. فلا اوفر بروضكشن ولا بفور ثالثة واحدة waiting. تمام? wasted time waiting for the next step in the process. اي وقت انتظار بيتم او بيحصل عشان تستنى خطوة تانية يعني انا مثلا لو انا دلوقتي بتكلم عن خط انتاج في مصنع. لو خط الانتاج دوت المفروض ان الازازة بتطلع مثلا وانها بقول على زجاجات مياه معدنية. لو المفروض ان الزجاجة بتطلع وتبقى جاهزة. بس بتستنى بقى ايدي عاملها تتوفر عشان تاخدها تحطها في الكاراتين. فالwaiting اللي بتستناها الازازة ده ده في حد ذاته غلط. ده waste. waste ليه? لان انت المفروض تزبط خط الانتاج كله على تمبو واحد. على معدل واحد. عشان كله يشتغل بشكل متناغم فيبقى الخط الانتاج ما بيقفش لأي سابق الاسبق. لو انت عندك اي او ريسورس غير مستغل بده في حد ذاته waste لان الAshningen ده اكيد لكوست ده اجر او ااااااااااااام او مثلا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بتاعده سمو اييدا؟ اوه اوه attack بتحتاج توفر له سرير بتحتاج توفر له كورس سي بتحتاج توفر له غرفة مكيفة ففي النهاية فيه كوست بيتم اهضابه لو كان عندك تلنت نوت يتلايز تمام ايه كمان تراسبورتاشن بدل ما تروح تعمل المصنع في حتة والتوزيع مش عارفين اعمل المصنع جنب النقطة نعمل المصنع جنب اقرب نقطة ممكن انت توزع منها دايما مسلا الشركات اللي هي بتبقى انتاجها للتصدير بدل روح تعمل مصنعها جنب المينة عشان ما يبقاش فيه ويست الطايم في التراسبورتاشن من المصنع للمينة طيب انفنتوري اه وهو تخزين بضاع بضاع زائدة عن اللازم تخزين بشكل زائدة عن اللازم اكسس برودكس اند ماتيريال بينج بروساسن تمام لو تخزين بضاع زائدة عن اللازم حضرك النهاردة بتجيب حاجات بتركينها وما بتستخدمهاش بتبقى ستة شهور تمام الموشن انسيساري موفمينت باي بيبول البيبول عارفين الوضع بتاع مكدونالز مكدونالز من ضمن الحاجات العبقرية اللي تعملت في الاول ما تعملوا في مكدونالز انه كان بداية فكر الوجبات السريعة ده اتفكرة مطاعم الوجبات السريعة وقدر يوصل لان هو يقدم الحاجة بسرعة قبل ما يفتح مكدونالز كان مثلا حداك تطلب الطلب يمكن يقعد ساعة لربع يقعد ساعة عشان يطلع لكن من بعد ما فتح مكدونالز بقى بيخدم الناس في خمس دقايق في عشر دقايق تقدر تاخد الايه الوردر بتاعك من ضمن الحاجات اللي هم عملوا عليها او اشتغلوا عليها هي فكرة الموشن او الانسيساري موفمينت باي بيبول فبدأوا يبتدوا يعملوا نوع من انواع التجارب ومحاولة تقليل حركة الستاف جو المكان فبقى الراجل بيحطوله الحاجة كلها في متناول ايديه والحاجة تجيله من عند حد تاني عن طريق سير حيث انه محتاجش يتحرك خالص داخل الايه داخل المكان اللي هو هو فيه اللي هو الكيتشن يعني كمام فتقلل حركة الناس اللي هاش لازم والله انا عندي رافعة ممكن ترفع الحاجات من الدور الاول للدور التاسع طب ليه اطلع الناس بحاجة اصلا يعني انت حضرتك زي كده بتجود في حاجة ملهاش لازم بتجود في حاجة مش مطلوبة مش هتقد فاليو للعميل انت النهاردة اعادت مثلا تامل نوع من انواع التنعيم للرصيف واصلا الرصيف دوت هيستخدم عشان تحرك عليه حاجات خشنة فحضرتك نعمت حاجة اصلا مش مطلوب تنعم كمام فهي دي فكرة الايه يا جماعة فكرة هو تليمينات الويستيس واتديليفر الفاليو فروم كاستمر برسبيكتف واتكيب كونتينيوس امبروفمت طيب مقولوك برضا لحاجة لطيفة جدا اليت ويستيس دول من ضمن يعني ايت ويستيس دول مشهورين يعني انت مش هتبقى ايه فاي مجال هتلاقي هي دي اليت ويستيس اللي انت المفروض تفوكس هاليا اليت ويستيس دول الاول حروف الاولى منهم تكون مع بعضها كلمة اسمها داون تايم داون تايم وداون تايم اصلا يعتبر ويستيس يعني لو انت عندك معدة واضطرت المعدة دي دي ايسا من اسباب تتوقف دون شكل مخطط او دون وضع مخطط يعني يبقى في داون تايم للمعدة دي او للسيرفس اللي شغالة او لاي حاجة فالداون تايم ده بحاجات ويستيس فحضرتك ممكن تفتكرهم دايما بكلمة داون تايم دي وتحطها قدامك تقدر تفتكر اليت ويستيس دول طبعا زي ما انت شفتوا كده كل ما هناخد نقطة هنقعد فيها كتير جدا احنا مش هينفع ناخد كل نقط فهنبتدي ايه نبيباس حاجات وحضرتك هتقراها تعمل عليها سيرش ولو في اي مشكلة هتبدأ تكونتكت معها عندنا النهاردة كم بروسس يا جماعة عندنا سكس بروسسيس plan resources management estimate activity resources acquire resources develop team manage team control resources ندخل على اول بروسس ليه plan resources management قالك is a process of defining how to estimate acquire manage and use team and physical resources دايما هنتكلم يا جماعة لما بنقول resources بيبقى معناها team plus physical resources معناها ايه team plus physical resources the key benefit of this process is that it establishes the approach and the level of management effort needed بحط التصور وهي مستوى الادارة مستوى الجهد الاداري المطلوب ليه بقى لمنage project resources based on the type and complexity of the project انا هنا ببتدي احط التصور احنا هنمنج الريسورس بتاعتنا ازاي سواء ان كانتي resources d team او physical resources this process is performed once or add redefined points like 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 resources management بتانكلود ايباة بتانكلود team member بتانكلود supplies بتانكلود materials بتانكلود equipment بتانكلود services بتانكلود facilities يعني مثلا مثلا يعني البرافانات اللي بيعود فيها المهندسين والدنيا دي بيعتبر resources اوه المية والكهرباء اللي بتبقى جالما وبعد مشروع دي تعتبر resources اوه الانترنت تعتبر resources اوه كل الحاجات دي تدخل في resources تمام هي اما supplies هي اما material هي اما equipment هي اما services هي اما facilities by plan for the availability of or competition for scarce resources انت حضرتك بتخطط لي ايه بتخطط لاتاحة الموارد بتخطط لي مدى تعارض الموارد اللي ممكن تكون ندرة او شحة او غير متوفرة في المشروع يعني ان زي ما قلت الحضرتك كده ممكن يكون عندك IT specialist بيخدم على اربع مواقع ده بالنسبة لي يعتبر scarce resources يعني ايه scarce resources مورد نادر ليه مورد نادر لان انا مش قادر اكرره لان احنا اربع مواقع موجودين مثلا في منطقة صحراوية او منطقة نائية ومش هنقدر نجيب حد تاني IT specialist فده هيكون بالنسبة لنا scarce resources فحضرتك بتبقى محتاج تخطط للكمبيتشن بتاعت الاربع مواقع على الريسورس ده المواقع دي كلها او السايتس بتاعت الشغل بتاعتك كلها بتكمبيت على الريسورس ده كلها بتتنافس على الريسورس اللي هو السكيريس ريسورس ده تمام؟ فبالتالي حضرتك بتبتدي تخطط للاتاحة بتاعت الريسورس وللكمبيتشن كمان بتاعت المواقع على او 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 مواقع او او ريسورس دي انترنالي او اكسترنالي او اجيبها من جوه الشركة او اجيبها منين من بره الشركة طيب اول براسس عندي. دايما بعمل ايه? ببدأ دايما من الاتبوتس وببدأ دايما بيكون عندي خطة ادارة الموارد. طب عندي حاجة جديدة جدا اول مرة اشوفها. حاجة اسمها تيميت شارتر. ايه تيميت شارتر? ايه تيميت شارتر? ايه تيميت شارتر كمان? اه وهنشوفه دلوقتي تيميت شارتر. ده عبارة عن ايه. كمام? وبنعمل في الاسمتشنلوك والريسك ريجستر. طيب. ايه هي? الانبوتس اللي عندي. project charter. project management plan. project documents. و ايه 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 ايه. بيه التونز اللي عندي. عندي اول حاجة اكسبة جوجمت واخر حاجة ايه? ميتن. وفي النص حاجة اسمها data representation. وorganizational theory. في data representation في حاجة اسمها hierarchical charts. وresponsibility assignment matrix. وتكست oriented formats. هنشوف التلاتة دول. وهنشوف الorganizational theory اللي احنا اتكلمنا عليها وهنشوف team charter. وهنشوف resource management plan. ايه. نبدأ بالorganizational charts and position description. احنا اتكلمنا عن تلات حاجات. انا نرجع مع بعض تيه. في hierarchical charts. hierarchical charts اهي. هيكل الاداري للمشروع. ده يعتبر ايه? hierarchical chart. طب انت بتعمل ايه هنا? هقولك استخدم اسمها الهيكل الاداري. هو الهيكل الادارية الشجرية. عشان تعمل فريق عمل المشروع. هنا. فبنستخدم حاجة اسمها. برضو نرجع ونشوفه مع بعض. responsibility assignment matrix. تمام? اللي هي دي كده. وهنشوفها بالتفصيل دلوقتي. طيب. ثالث حاجة. قالك ايه? text oriented formats. اللي هو زي ايه جماعة? زي job description. شايفين? rule responsibility authority. عارفين بطاقة الوصف الوظيفي اللي حضرتك ما بتستلمهاش اول ما بتروح تشتغل. طيب ايه ايه دي ايه اللي بتستلمهاش اول ما بتروح تشتغل. يعني شوف انت الحاجة اللي بتستلمهاش دي ايه دي بقى زيها. تمام? فبطاقة الوصف الوظيفي اللي بتستلمهاش لما تروح تشتغل. هي تعتبر مائتريكس ايه مائتريكس او responsibility assignment matrix. تمام؟ ايه ايه زي هو ديكوا الشكل ده الاول بلمنزر ده ده يعتبر ايه? راسي مائتريكس اللي هي ايه responsibility assignment matrix. ايه راسي. راسي دي. راسي دي جاية منين. باي من الاربع ادوار اللي عندي دور. عندي دور. اسمه عندي دور 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 اسمه ايه مين ومين 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 ده الشخص اللي هينفذ الشغل ده الشخص اللي هينفذ الشغل ده الشخص اللي يسائل عن الشغل يعني ممكن ده يكون مدير ده اللي هو accountable مدير مين؟ مدير responsible تمام؟ فالresponsible ده الشخص المسؤول عن الشغل نفسه كتنفيذ والaccountable ده الشخص اللي يساءل عن الشغل طيب consulted وهو الشخص الذي نستشيره او يأخذ برأيه او يعتبر مرجعية في هذا الامر شخص الinform هو الشخص الذي يجب اعلامه عند تنفيذ هذا الامر again again responsible هو اللي بينفذ accountable هو اللي بيساءل عن الموضوع ده consulted هو الذي يستشار في هذا الامر قال لي بقى لك في فرق ما بين يساءل مش يتسئل في فرق ما بين يساءل ويتسئل accountable هنا يساءل يحاسب تمام؟ consulted يسأل او يستشار informed يتم اعلامه خلاص فسيمبلي كده the person who actually carries out the process or take assignment تمام؟ responsible responsible to get the job done مسؤول انه يخلي الشغل يحصل مسؤول انه يخلي المهمة تنفذت مش يخلي المعنى يعني يؤمر لا هو ده اللي هينفذ the person who is ultimately accountable for process or task being completed appropriately ultimately accountable هو المحاسب المطلق او الشخص المسائل عن الموضوع ده responsible persons are accountable to this person واخد بالك بقى ان اللي فوق ده accountable بالنسبة للتحت والتحت ده accountable بالنسبة للسينيور management او للproject manager او whatever تمام؟ طيب who consulted people who are not directly involved with carrying out the task but who are consulted may be stakeholder or subject matter extra informed those who receive output from the process or task or who have a need to stay informed محتاجين يكونوا دايما updated يكون عندهم معلومة زي يمين معظم الناس بتبقى informed بسم الحسابات او الادانة المالية بيبقى محتاج توديه تخطرير عن ما تم انجازه عشان يشوف ايه الفواتير المفروضة اللاحة مسلا ده بقى الشخص الفني او الشخص المستشار او اللي نفذ مشروعات قبل كده واللي تقدر حضرها ترجع له وممكن يبقى شخص خارج فريق العمل خالص ممكن يبقى حد متخصص في اعمال معينة خاصة بالزجاج فبترجع له عشان ناخد منه المعلومة تمام؟ والاكانتابل ده بيبقى مسلا ده ممكن نقول عليه المقاول والresponsible دول التيني اللي تحت المقاول مسلا ده مجرد يعني طيب راسي ميتريكس اللي احنا شايفينها قدامنا دي اجزامبل هنفترض ان اسماء نحط الادوار بدل ما نحط الاسماء نحط الايه الادوار ليه عشان انا في الاول وفي الاخر ممكن فلان يمشي ممكن علي يمشي نورة تمشي سلمة تيجي وهكذا انا ما ينفعش اعمل راسي بالاسماء لان الاسماء بتتغير لكن اعملها بالادوار انا مثلا سلمة دي دي زينر نورة ده نورة دي تستر اعالي ده فانا هحط الادوار هنا فوق كمام هنيجي نقول ببساطة انا عندي اسمها design build test develop design build test develop فلما اللي اشوف الدي design هلاقي ان نورة هي responsible هي الار تمام يعني هي اللي هدعها من design بس انا لما حب احاسب حد على design هحاسب علي اللي هو تمام ليه علي ده 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 الشخص المخرج الفني خلاص ونورة هي هي اللي بتنفيز design طيب وبما ان الناس فيه ناس تانية شغلهم هيعتمد على design فانا هخليهم كلهم ايه informant سلمة واكرم واحمد هخليهم كلهم informant طيب هاجي في البلد هلاقي ان علي اللي كان accountable بقى ايه بقى مجرد informal عشان ممكن يكون شغله بيعتمد على البلد بس مين بقى الا responsible سلمة هي اللي تنفذ الشغل ومين accountable نورة عشان ممكن تكون نورة دي مديرة سلمة طيب واكرم وحمد بما انهم مش مسؤولين عن الشغل وعندهم خبرة فنية كبيرة فاحنا خليناهم consulted بقى اكرم وحمد ايه consulted بقى نيل التست التست بقى مين اللي بيعمل التست عندنا سلمة برضو بتعمل البلد وبتعمل التست ومين اللي بيبقى accountable التست نورة برضو هي اللي ايه اللي اعتبر supervisor على سلمة تمام طيب وبردو في الحتة دي اكرم وحمد يستشاره بنستشارهم نيجي في نلاقي ان اللي بقى مين نورة طيب مين هنا اللي هو يعتبر accountable على نورة يعتبر علي accountable على نورة طيب وسلمة بقت الله ده في ار تاني هو ينفع يبقى في اتنين ار في نفس التاسك اه شغل متقسم على اتنين على تلاتة على خمسة على سبعة بيعملوا ايه ده يعني ينفع يبقى في اتنين ار اه طيب احنا شفنا معاك تلاتة اي وشفنا اتنين سي وقدري نفهم ان في اكتر من حد و اكتر من حد بس هو ينفع يبقى في اكتر من حد responsible اه ينفع اكتر من حد responsible زي ما افتلك ان انا يكون عندي اكتر من حد بينفذ نفس التاسك نفس الشغل انا عندي كود هيتكتب وقسمته على تلاتة عندي في التيم يعملو طيب معنى كده ان احنا ممكن نشوف اكتر من حد في نفس التاسك لا الوحيدة اللي ماينفعش تتكرر عشان احنا عندنا مثلا كده بيقول لك المركب اللي هي رئيسين بتغرق وبتعلي ماينفعش يبقى التاسك ليها اتنين ايه ماينفعش التاسك يبقى ليها اتنين ايه هي تاسك يبقى فيها ايه واحدة يعني فيها شخص مسائل واحد بس فعش مسائل اتنين على نفس الحاجة تمام وان كان فيه اكتر من لا يمكن يكون فيه اكتر من ايه من اكاونت بالنفس التاسك طيب طبعا دي والدنيا دي كلها ممكن تبقوا تقرؤ برضو فيهم شرح عن الموضوع انا كده جبتلكم برضو خلاصة الراسي طيب عندنا حاجة اسمها organizational theory organizational theory اللي هي النظرية التنظيمية او نظرية الايه المؤسسية او المنظمية فقال لك organizational theory provides information regarding the way in which people teams and the organizational units behave يعني ازاي الفرق وازاي البشر وازاي ناس جوه الوحدات التنظيمية وحدات التنظيمية تبقى ممكن تبقى business unit جوه شركة وممكن تبقى شركة وممكن تبقى شركات ازاي الناس دي بتتفاعل او بتتصرف مع بعض الاجتزي important to recognize recognize what that different organizational structure يعني لما يكون عندي different organizational structure عندي تشكيلات تنظيمية مختلفة بالتالي have different individual response يعني انت لو خدت نفس الاشخاص مش نفس الاشخاص خدت نفس الشخص من organizational structure معين حطيته في organizational structure تاني مش شرط تكون تصرفاته في organizational structure الاولاني زي organizational structure التاني يعني مش شرط ان انت لما تاخد نفس الشخص تحطه في بيئة تنظيمية معينة يديك ال response اللي كان بيديه في بيئة تنظيمية تانية وده اللي بنحنا بنقعد كل شوان نقول ايه والله المصريين دول لما بيطلعوا في اوروبا بينجحوا بيقوا حاجة تانية ده ليه لان انت حطيته في بيئة بيتصرف according للبيئة اللي موجود فيها ففي بيئة بتضمن شوية حقوق معينة فبدأ يتصرف تبعا للحقوق دي فبدأ يبقى فيه رزلت معينة طيب وفيه كمان اداء منفرد او اداء افراد مختلف حسب التشكيل الاداري او الواحدة الادارية الانظمية اللي موجود فيها ان الناس اللي ممكن تكون او الشخص اللي ممكن لو حطيته في بيئة معينة يتحول لشخص عدائي ممكن في بيئة تانية يكون فرند دي جدا كمام طيب الحاجات اللي عايزين نتكلم عليها هنا نتكلم على كذا نظرية كده انا بس شايف الساعة دلوقتي خلاص دخل على تسعة العشرة ومش عايز ابدأ في النظريات دي قبل لايه احنا نعيش شوية كده في النظريات دي خلينا ناخد بريك دي بقتي ونرجع الساعة تسعة وخمسة وبسلم المايك للمهان ساحما السامير خلينا نرجع للا ايه لاخر نقطة وقفنا عندها تمام ان احنا كنا هنتكلم عن النفس معاني كويس ما ليش تأكيد اخير برضو بس كاي عشان الصوت الصوت مسموع طيب تمام زي الفل خلاص اجلنا no need to write anything طيب احنا كنا بنتكلم عن النظريات او نظريات السلوك البشري وكان عندنا اكتر من نظرية عندنا عندنا مسلوس hierarchy of human needs عندنا هيرسبرغ عندنا ميكروغر عندنا expectancy theory دي مجموعة من نظريات السلوك البشري طيب ماشي يا جماعة خلاص محنش اكتب حاجة بقى تاني خلاص فنبتدي نشوف مع بعض كده نظريات السلوك البشري نبتدي نشوف مع بعض مسلوس او مسلوس هيراريك of needs اللي هو هي الهرم الخاص بمسلو خاص هرم الحاجات بتاع مسلو مسلو ده اللي هو اسم العالم اللي قدم النظرية دي او قدم الوجهة دي او الرؤية دي هو بيقول ايه بيقول ان احتياجات الانسان بتترتب كده من خلال هرم زي اللي احنا شايفينه وان حضرتك عشان تقدر توصل لي قمة الهرم فانت لازم تطلع الهرم ده من تحت يعني انت مش هينفع تروح على الهرم من عند القمة على طول انت لازم تطلع الهرم ده من تحت تمام وبدأ يحط ال needs بتاعة الانسان من ال needs الاساسية خالص لل needs النص الاساسية لل needs السنوية تمام طيب بدأ بايه بدأ بال basic needs اللي هي اللي هو الحاجة الى الطعام الحاجة الى الشرب او العطش يعني وارم الدفء والراحة الحاجات الاساسية اللي ما بيختلفش فيها بين ادما بين ادما محمد صلاح بيحتاج يأكل ويشرب ويبقى ينعم بالدفء وبالراحة وكذلك ممكن يكون عامل البناء اللي موجود في اي مكان برضو محتاج يأكل ويشرب ويوي فدي احتياجات انسانية اساسية يجب توفيرها لكل الناس على السواء ويجب ان يتم يعني مراعاة ذلك طيب نيجي للليفل اللي بعده وهو السيفتي نيدز السيفتي نيدز او الحاجة الى الامان او الشعور بالامان فده بيلي على طول الحاجة الى الطعام والماء يعني انا النهاردة بدور كبني ادم ان انا اكل واشرب دي احتياجات اساسية بعد ما اكلت وشربت بدت ادور على الامان تمام طيب باجي بعد كده بحتاج ايه بحتاج بقى ابقى بنتمي لكيان لطبيلة لمدينة لقرية لبلد لدين لجماعة لأي حاجة يبقى عندي belongness وكمان بحتاج احب واتحب بحتاج اكون عنصر موجود في المجتمع والناس حاسة بان انا جزء منهم وهم كمان انا حاسس ان انا جزء منهم كمان ف اه اه يبقى عندي اصدقاء يبقى عندي اه معارف يبقى عندي connection فدي احتياجات نفسية الاولانية كانت احتياجات اساسية اللي بعد كده احتياجات نفسية تمام نيجي نيجي بعد كده استيم نيدز استيم نيدز وهنا ان انت تبقى ليك كينونة او ليك وضع معين في المجتمع المرة اللي فاتت كنت عايز تبقى مجرد جزء من المجتمع يبقى عندك جزء طبعا الحتة بتاعت belongness دي هتلاقي مثلا بيعاني منها الناس اللي بدون هوية او بدون جنسية تمام فالناس اللي بدون جنسية ممكن يكون عندهم مشكلة في belongness ما هو ما عندوش طائفة او ما عندوش جنسية بينتمي اليها ده ممكن يكون شخص او مثلا وجودك في مجتمع غريب عليك فانت هتكون عندك مشكلة في belongness ان انت لا تنتمي لهذا المجتمع ما انتش حاس انك بتنتمي لي طيب كمان اللي بعد كده فكرة ان انا ابقى لي وضع ولي احساس باننا انجز لشيء معين يعني انا بقيت مهندس انا بقيت طبيب انا بقيت محامي انا بقيت مدرس انا بقيت يعني لي وضع لي حيثية في المجتمع وفي achievement معينة انا عايش بيها بس في زي كتير بس على قال لفالص انا مش بلا حيثية انا حد موجود حد له كيان له وضع نيجي للحيات الاخيرة طبعا الاتنين اللي كلمنا عليهم سواء كان بلانجلس او استيم نيد لو تفتكروا احنا كان عندنا فسيولوجيكال يعني عضوي او جسدي تمام يعني نفسي تمام طيب اخر حاجة خالص اللي هو السيلف فولفيلمنت نيد او سيلف اكتوليزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي اللي ربنا خلقك عشانها والموهبة اللي حطك فيها والرسالة اللي مطلوب منك ادائها او الحتة اللي انت مميز بيها وتبتدي تشتغل على الحتة اللي انت مميز بيها دي وتبتدي تدرك التمييز او التفرط في المجتمع انك تبقى محمد صلاح انك تبقى احمد زويل انك تبقى اكتر واحد او احسن واحد بيعرف يرسم لوحات فنية انك تبقى مثلا حد عبقري وصل لاختراع معين اكتشفت في نفسك حاجة معينة فهنا انت وصلت للسلف اكتشولايزيش بدأت توصل للايه اقولك اتشيفينج وانز فول بوتينشل انت جبت ايه صفرت العدات بتاعك او يعني جبت اخر العدات بتاعك اللي هو بقى الابداع والفن والانك تبقى خلاص بقى حققت حاجة فعلا بقيت علم فيها فهي دي السلف اكتشولايزيش طيب ايه بقى اللي انت عايز تقوله اللي عايز اقوله ان انت مش هينفع تفكر في كل الليفل من الليفلز الاعلى اللما تبقى محقق الليفلز الاعلى يعني مش هينفع مثلا ان انت في الشغل بتبقى بتعمل بين الناس في تحقيق التارجت وانت اصلا بتديه لراتب لا يحقق له الحد الادنى من المعيشة الكريمة ما ينفعش تبقى بتعمله بتقوله انه عايز يشارك في مسابقات ويشارك في وانت اصلا مش محقق له السيكوريتي ولا السيفتي تمام خير فرق السيكوريتي يا جماعة اللي هو الامن والسيفتي اللي هو الامان الامان دايما بيبقى ناحية الحاجات الفيزيكل والسيكوريتي بتبقى بتتعرض لحياة الانسان نفسها او لامنه وحريته تمام فانت مش محقق له دي اصلا يعني هو غير امن على نفسه في الشركة قاعد مثلا والبيئة اللي قاعد هي غير امنة مهدد بسقوط حاجة عليه من السقف فهو قاعد مش امن مش مش مستقر نفسيا عشان يقدر يفكر لك في اللي بعد كده تمام فهي دي فكرة تمام طيب عندنا هيرثبيرج سيري هيرثبيرج قالك ايه قالك ان في حاجة او في جروبس two groups of factors الفاكتورز دي موجودة المفروض تكون موجودة في الشركة في حاجة اسمها hygiene factors وحاجة اسمها motivators الhygiene factors دي بيسميها الحد الادنى اللي لو ما تحققتشي هتسبب عدم رضا لناس الhygiene factors الحاجات اللي لو ما تحققتشي هتسبب عدم رضا للناس طيب والmotivators دي الحاجات اللي لو اتحققت هتسبب رضا للناس طب قماليا يا عمي طب ما انت عملت رف بينا ليه الحاجات اللي ما تحققتشي هتسبب عدم رضا للناس والحاجات اللي لو اتحققت هتسبب رضا للناس طب مش مفوضة هي هي لا بقى مش هي هي ريزبيرج بيقولك ان مش هي هي قالك ان الhygiene factors بتفصل ما بين dissatisfaction والno dissatisfaction يعني هي بتنقلك من الليفل بتاع عدم الرضا الى عدم عدم الرضا تمام من الليفل بتاع عدم الرضا الى عدم عدم الرضا خلاص بمعنى ان انت النهاردة لو ما حققتش وما وفرتش للناس في الشركة company policy ولا supervisions and relationships ولا working conditions كويسة ولا salary ولا job security فانت هنا هتبقى بتلعب في dissatisfaction الناس هتبقى غير راضية طيب هل معنى ان عدم الرضا راح ان الناس بقت راضية ولا ممكن يبقى في middle state تمام حالة كده في النص الناس بتنتقل فيها من عدم الرضا الى القبول او ان نقدر نقول حالة بتاعة neutral لا في عدم رضا ولا في رضا وبعدين الموتيفاترز تاخدهم من حالة neutral دي او حالة الوقوف المنتصف الى حالة الى الرضا ايه الرضا تمام تاني تاخد الموظف but no satisfaction هي حالة كده في النص تمام هي حالة في النص اذا تقول عليها neutral لا هو dissatisfied ولا هو satisfied طيب الموتيفاترز بتاخده من حالة النو ستسفكشن او الحالة اللي في النص دي تمام وتوديه من حالة الساتسفكشن وبرضو انا بقول له شوفها عامل اقول له dissatisfaction لا يساوي no satisfaction تمام dissatisfaction لا يساوي no satisfaction خليها في حسابات طيب تعالوا نشوف الشكل ده يفهمنا قوي انا عندي هنا انبلوي ار dissatisfied and unmotivated رح تمديهم الهيجين فاكترز بقوا ايه بق انبلويز انبلويز are not dissatisfied but unmotivated يعني هما مش ردين بس كمان مش محفزين طب الموتيفيشن فاكتورز خدت الناس اللي كانوا مش مش ردين بس كمان مش محفزين وخلتهم ايه بقوا satisfied وموتيفيت بقوا satisfied وايه وموتيفيت دي هيرزبرج theory of motivation فما نيجي نبص على الثيري اكس فيه theory اسمه theory اكس كمان theory اكس دي بتقولك ايه بتقولك ان ان احنا هنا بنفترض ان الناس لايزي وبيتهيك الورد وانهما كمان بيبعزين ما يشتغلوش will avoid work وانهما بيشتغلوا فقط من اجل المال are working only for dollars والمانجرز دي هنا شغلتهم انهما يبقل ويبانش ان هو يلوم ويعاقب تمام manage that the job is to structure and energize ان هو يشكل الناس ويبتدي ينجيز الناس اللي هو ايه يحثهم او يتفحهم للعمل طبعا دي بتبقى ميالة شوية للميليتري مانجمنت او للميليتري كومانت تمام الشغل العسكري شوية دي بتبقى يعني دي مدرسة عسكرية شوية خلاص في مدرسة تانية عكس المدرسة دي تمام بتأسيوم opposite of theory x employees enjoy their physical and mental work الناس هنا بتستمتع بعملها سواء كان العمل ده physical or mental employees might be ambitious and self motivated ممكن يكونوا فموحين وي عندهم motivation من الداخل والمانجرز هنا بيبقوا مفترضين انهم لو وفروا بس الظروف المناسبة الموظفين لوحدهم بيشتغلوا كويس والدنيا دي طبعا الناس قاعدة سمعيني دلوقتي ممكن يكونوا بيقولوا ده احنا الشغل عندنا كله ثيري اكس وهنا فيش حاجة ثيري واي طيب انا انا معاك مش هقولك ان فيه شركات كتيرة ماشية بثيري اكس تمام بس انا برضو عايزة اقولك ان احيانا كل اندستري وكل بروجيكت بتتفرض عليه طبيعة معينة بحيث ان يشتغل بثيري معينة يعني انا بشوف مثلا في مجال الكونستركشن بتبقى الدنيا ما يمفعش تمشي ثيري واي صراحة ممكن ما تبقاش مية في المية ثيري اكس بس ما يمفعش تمشي ثيري واي لكن في مجال الصوفتوير والبرمجة بيبقى صعب الدنيا تمشي ثيري اكس دي لانك بتتعامل مع عقول وبتعامل مع ناس كرياتيف فالناس الكرياتيف ما يمفعش تمشيهم بالطريقة بتاعة اكس انت لازم برضو تعمل ايه تبقى عندك قدرة على انك تستفز عقول الناس دي وتشغلها بالطريقة الصحيحة وبالتالي نرما نيجي نتكلم هنا عن الثيري اكس والثيري واي بالاضافة الى ان دي ممكن تصلح في اندستري وده تصلح في اندستري تانيا بتبقى في بقى مدارس في الادارة في حد بيشوف ان انت جاست ان انت تجيب الناس وتحطي لهم الظروف المناسبة هم يشتغلوا بالطريقة في حد تاني بيشوف لا الناس دي لو اما لو سبتهم لو عينها بغفلت عنهم انت مش هيروحوا يعودوا في البيت كمام؟ طيب في ثيري وثيري زد دي بقى ثيري زد دي بقى مختلفة شوية مين صاحب الثيري ده؟ يعني بيزد على الشغل بتاع ادورد ديمينغ ولكن بروبوزد باي ويليام اوتشي كمام؟ عمينا ويليام اوتشي هو القدم النظرية دي وزا ما احنا شايفين باين على ويليام اوتشي انه هو يباني جدا هوا كمام؟ هي جابانيز منجمنت ستايل او جابانيز موتيفاشنال سيري اي معنى فكرة ايه؟ اي معنى فكرة استيبل امبلايمنت او جوب فور العرف انت هتخش تشتغل عندنا هتقضي حياتك عندنا حياتك كلها عندنا واحنا كمان هنبقى مسؤولين عن كل حياتك يعني هنبقى مسؤولين عن سكنك هنبقى مسؤولين عن مدالس اولادك هنبقى مسؤولين عن متعتك ورفاهيتك وكل حاجة في متطلبات حياتك مين مطبق الكلام ده? تويوتا. تويوتا في اليابان مطبق الكلام. اللي بيدخل تويوتا بيدخلها هو عنده مسلا ساعتاشر او عشرين سنة بيفضل شغالها دي موصل لستين سنة سابين سنة هناك. تويوتا مسؤولة عنه تماما وهو مسلم نفسه لتويوتا تماما. تمام? فدي بيبقى اسمها مدرسة جوب فور لايف. يعني انت الوظيفة واحدة طول الحياة. خلاص? يعني انا باهتم بيك في الشغل واهتم بيك خارج الشغل بصورتك وعيلتك واولادك ومدرسهم وكل حاجة. وهنا برضو بالمناسبة في جزء ميلياتي جزء عسكري هتلاقي ان البيوش او الناس بتشتغل في الجيوش او زباط الجيش دايما بتلاقي ان الجيش او منظومة الدفاع في البلد بتكون مسؤولة عن الزباط دول فروم اي تو زي. بتوفر لهم نوادي بتوفر لهم مدارس بتوفر لهم جميع انواع السلع بتوفر لهم حاجات بشكل مخفض بتوفر لهم فنادق بتوفر لهم حاجات من دي. فتقدر تقول ان مثلا الميلياتي سكولوف مانجمينت ميكس ما بين الاكس والزي ويرد برضو بيبقى فيها جزء واي لان بيبقى فيه جزء موجود جوه القوات المسلحة بتاعت اي دولة تنك تانك دول ما بتبقاش الدنيا ماشية بشكل بكم مانس قد ما بتبقى ماشية بشكل اي ان الناس تفكروا دي ما بيحاول يخلي معنويات الناس عالية ونسبة الرضا بتاعتهم عالية. دي كانت ثيري زادت. في عندي حاجة اسمها اكسبكتنسي ثيري. اكسبكتنسي ثيري. تمام? بتقول ايه? بتقول ان حضرتك النهاردة. لما تيجي تصمم وظيفة الحد. فانت لازم تراعي ثلاثة بعد. اكسبكتنسي انسترومنتاليتي وفيلانس. او افورت وبرفورمانس وريور. افورت وبرفورمانس وريور. اللي هو ايه يعني? اللي هو ان انت اصلا لما تيجي تعمل جوب الحد تعملها اتشيفابل بالنسبة له. انه هو يقدر يحقق الكلام ده. طب تاني حاجة انه هو لما يحقق الكلام دوت. ده يقوده فعلا ان فيه ريورد ياخده. انه يبقى فيه عائد هيدخله لما هو يحقق المطلوب. طيب ايه كمان? ان كمان الريورد او العائد اللي هيدخله ده يبقى محل استحسان وسعي منه. يعني انا النهاردة ما ينفعش مثلا نجا اقولك لو حققت التارجت بتاعنا الشهردة. تمام? هتحصل على كرت شحن بخمسين. يا سلام. يا سلام. فانا النهاردة اروح احقق تارجت بمثلا متين وخمسين الف جنيه. عشان انت هتعمل لي كرت شحن بخمسين جنيه. طب انا كده هعمل ايه? لكن ممكن اقول له والله لو حققت التارجت الشهردة متين وخمسين الف. اه هجبلك مثلا موبايل اه سامسون مش عارف ايه. تمام? وبالتالي لازم تبقى الحاجة ديزايرابل بالنسبة له. يبقى اول حاجة. كان ايهت my target if i work hard. لو انا اشتغلت جامد اقدر احقق الحاجة دي. طيب تاني حاجة. انا لو حققت بقى هاخد ريورد فعلا يعني انا في عائد هيدخل عليا لما احقق التارجت. طيب. هل بقى العائد دوت اصلا لايكابل بالنسبة لي او ديزايرابل بالنسبة لي. فهي دي. اللي هي نظرية التوقع انك دايما تماتش بتاعة الموظف. كمان? طيب. ندخل على resource management plan. resource management plan المفروض يكون فيها مجموعة كتيرة من الحاجة. اول حاجة هي identification of resources. تحديد ايه هي resources نفسها اللي هنحتاجها? محتاجين كم عامل? محتاجين كم مهندس? محتاجين كم آآ محتاجين كم آآ محتاجين كم حفار? محتاجين كم طن اسمنت? محتاجين كم طن رملة? كم آآ قصدي كم عربية رملة? هحتاجين آآ آآ حديد ادء وهكذا. ايه هي الرولز وايه هي responsibility يا جماعة? الرول هو الدور اللي حضرتك هتقوم به. انت نجار انت. انت مسلا نقول كهربائي ايا كان ده دور. ال responsibility ايه? انت ككهربائي بقى هتعمل ايه? انت هتبقى responsible for ايه? لان مش كل الكهربائية اللي هيكونوا موجودين في المشروع هيقوموا بنفس الشغل. ده هيعمل اعمال آآ مثلا سليسيون وده هيعمل اعمال مش عارف ايه وده هيعمل اعمال ايه وهكذا. مش كل النجارين هيبقوا نجارين مش عارف باب وشبات. لا في باب وشبات. وفي نجار تاني هيعمل حاجات تانية وهكذا. فالرول انك انت نجار او الكهربائي. لكن responsibility هو انت هتبقى مسؤول عن ايه? كنجار او كهربائي. ال authority هي ايه الصلاحيات بتاعتك? انت من حقك تعمل ايه? ال competency ايه هي بقى المواصفات المفروض تتوفر فيك عشان تقدر تلعب الدور ده وت carry out responsibility دي. تمام? دي هي فكرة رولز ويل رسمس ويل. ايه تاني. project organization chart. يعني الهيراريكي بتاع فريق ادارة المشروع وفريق المشروع بتاعك. project team resources management guidance on how project team resources should be defined staffed managed and eventually released. تمام? training. ازاي هنضرب الناس. team development. ازاي هنديفلوب التيم عندنا. resource control. ازاي هنعمل control over the resources. and recognition plan. ازاي هنكرم الناس وازاي هنحفز الناس اللي موجودين عندنا في المشروع. team charter. team charter ده من الحاجات المهمة جدا والمستحدثة في الاصدار السادس. اللي هو قرر بيخلص اصلي. طيب. قالك هي document بتبقى establishes the team. ايه بقى? values, agreements, operating guidelines for the team establishes clear expectations regarding acceptable behavior by project. تمام? يعني فيها مجموعة القيم مجموعة الاتفاقيات اللي اتفقنا عليها. operations guidelines تمام? اللي هي ازاي بنشتغل مع بعض. بنقول ايه بنعمل مسلا احنا مسلا لما عندنا خلاف هنعمل كزا. احنا لما اتنين من جوة team يبقوا في بينهم خلاف او يحصل بينهم نزاع. لا هنعمل كزا. تمام? احنا بنقدس الصدق وبنقدس الانتاجية واهم قيامنا كزا وكزا وكزا. دي كلها تبقى موجودة. early commitment to clear guidelines decreases misunderstanding and increases productivity. تمام? يعني كل مكان في team charter بدري. والناس بقت ملتزمة ببدري. ده بيقلل المسلم understand وبيزيد البرودكته. discussing areas such as codes of conduct. تمام? communication, decision making and meeting etiquette. allows team members to discover values that are important to one another. ببتدي افهم بقى من خلال code of conduct اللي احنا هنحطه. من خلال communication guidelines. من خلال ازاي decision to be made. ازاي الميتنج بتتم. allows team members to discover values that are important to one another. يعني انا بمعدر meeting مع team. ببتدي الاقي ان الموضوع مش organized. وما فيش meeting agenda. وما فيش time limit للميتنج. وما فيش تنظيم. واي حاجة بيقول اي حاجة في اي وقت. تمام? فteam charter بقى works is best when team develops it. يعني كل ما team اللي بيشتغل هو اللي عمل charter كل مكان في التزام اكتر بيه. مش ان هو يجي لهم من بره يلتزموا. تمام؟ هاي. تدخل على estimate activity resources. by the way في اصدار الخامس كان الprocess دي موجودة في ال schedule مش في resources. تمام؟ هاي. قالك is the process of estimating team resources and the type and quantities of materials equipment and supplies necessary to perform a project work. تمام؟ دي اللي انا بقدر اقول فيها انا محتاج اميات وانواع اي من كل ماتيريال. تمام؟ the key benefit of this process is that it identifies the type, quantity and the characteristics of resources required to complete the project. this process is performed periodically throughout the project as needed. قالك is the process. the process here resources requirements basis of estimates. we resource breakdown structure. like resources requirements. دي اللي بتعادل عندي ايه في ال schedule في الكوست. بتعادل عندي في الكوست. الكوستي estimates. وبتعادل عندي في ال schedule duration estimates. هنا بقى عندي resource requirements. resource requirements هي ال estimation بتاعي resources لكل activity كانت موجودة عندي. هي ال estimation بتاعتي resources لكل activity كانت موجودة عندي. basis of estimates اللي كانت موجودة برضو مع كل واحدة في ال schedule في الكوست. نفس القصة. الاسس اللي انا بناء عليها عملت estimation لليسورس. resource breakdown structure زي ال work breakdown structure ولكن لل resources وهنشوف شكله ضرور. وي هنعمل update في ال activity attributes. وي assumption look. وي listen the learned register. ايه ال inputs اللي عندي. عندي project management plan. والdocuments وليه يففلو بيه. طيب. التوز اللي عندي. expert judgment. bottom up estimating. analogous estimating. parametric estimating. alternatives analysis. و project management information systems. وميتنج. مش فاكريني كلام ده شفناه في. كلام ده شفناه في الكوست. وشفناه برضو في الاسكادور. بطل ما باستيمating اللي هنعمل استيمating من تحت الفوق. وبنعمل aggregation. والanalysis estimating. ان احنا بنعمل estimation فضوء المناظرة مع project تاني. وبرامترك بناخد parameter. ونبتدي نعمل نوع من انواع القياس عليه في مشروع تاني. والترنتي بزاة analysis. نحل الخيارات المتاحة لنا قدامنا. والسوفتوير والميتين. تمام؟ طيب. الهي يقول لك resource requirements and identifies the types and the quantities of resources required for each work package or activity in a work package. and they can be aggregated to determine the estimated resources for each work package. تاني بقى كده خود بالك معين. بعمل ايه؟ انا. انا مطلوب مني. ال types وال quantities من ال resources المطلوبة لكل work package. اول. بجيب resources بتاعت activity جوه ال work package. وبعدين اعمل لها aggregation to determine the estimated resources for each work package. وبعد كده بالتبعية لكل WBS branch. وبعدين للمشروع ككل. تاني. نعمل. بجيب resources بتاعت كل activity. وعمل لها aggregation عشان نجيب resources بتاعت كل work package. وبعدين اعمل لها aggregation عشان نجيب deliverables. ثم. ال work breakdown structure planche. اللي احنا نكون نبراه عليه. ال control account في ال post. and the project as a whole. بعد كده في الاخر الخل. كمام؟ كده انا بجيب resources بتاعت المشروع كله. طيب. The resources. The resource requirements documentation can include assumptions. that were made in determining which types of resources are applied. their availability and what quantities are needed. طبعنا جمع الassumptions دي. بتتحطي في الassumption look. عشان كياب روح عمل update للassumption look. وكمان بتبقى موجودة عندي في basis of estimates. لان انا اعتمدت عليها في الassumption. انا عملت assumption ان انتجية. العامل في الممتر. فخلاص. ده بقى بنسبالي assumption. اتحط في الassumption. وفي نفس الوقت basis of estimates. لان انا بناءا عليها عملت estimation لعدد العمال. وعملت estimation لحاجات تانية كتير. بـ resources break down structure زي ما انتم شايفين. بيبقى حاجة زي كده بجيقول project resources. خلي بالك ان الـ project. sorry ان الـ resource break down structure مش هو WBS. او مش هو WBS بس محطوط على resources. ده مختلف. ده ان انت هنا بتقسم resources بعد ما تكون كمعتها اصلا من خلال WBS. لمجموعة من الحاجات المقشبهة. انت في الـ people هتلاقي الـ people بتاع deliverable واحد. وـ people بتاع deliverable اتنين. وـ people بتاع WBS branch واحد. وـ people بتاع WBS branch اتنين وهكذا. لكن انت هنا هتلاقي كل الـ people. وهنا كل الـ equipment. وهنا كل الـ materials. تحت الـ people هتلاقي هنا project management. والـ sales والتكنيكا. تحت التكنيكا هتلاقي development. وهكذا. ده الـ resources break down structure. طيب. acquire resources. دي ثاني. لا. دي تالت process بعد الـ processes اللي فاتح. احنا قلنا ايه. plan resources management. وبعدين رحنا قيلين. estimate activity resources. يعني يقول انت عايز ايه. دلوقتي بنقول هات بقى الـ resources. على زي دي. يلا هاتي الـ resources. تمام؟ احنا بنخطط لإضافة. تاني process. كنا بنقول عايزين ايه اصلا. قالت process. يلا بقى نجيب اللي كنا قلنا عليه. في الـ estimate activity resources. تمام؟ طيب. فاقوية resources is the process of obtaining team members. بنبتيني team member. وبنبتيني facility. وبنبتيني equipment materials supplies and the other resources necessary to complete project work. تمام؟ The key benefit of this process is that it outlines and guides the selection of resources and assigns them to their respective activities. تمام؟ الهدف الأساسي من الـ process دي. ان احنا نجيب الناس ونسلكت resources. ونسكنهم في الـ activities بتاعتهم. يعني نجيب الناس ونطبيق نحطوا كل واحد في المكان بتاعه. الـ process is performed periodically throughout the project. can be internal or external. internal resources are acquired assigned from function or resource manager. بتروح تاخد بقى من المكتب مش عارف التخطيط واحد. وتاخد من هنا واحد ومن حسابات واحد ومن المخازن وهكذا. external resources are acquired through the procurement process. من خلال الـ procurement process. من خلال شركة توظيف تجيب لك ناس. احنا نجيب الـ physical resources assigned و project team assigned. تمام؟ يعني انت هنا بتطلع بقيمة من الـ physical resources assigned للجباد او للـ activities بتاعتهم. وقيمة بالبني ادنين او بالبشر او بالناس اللي انت جبتها بالفعل assigned للـ activities او للـ jobs بتاعتهم. وبتطلع كمان بحاجة اسمها resource calendar. resource calendar دي بتبقى calendar خاصة بكل resource. بتقول هو available امتى. ومش available. ممكن استفادة منه امتى. ولو مثلا resource ده بني ادم. فهو فترات الراحة بتاعته او week end بتاعته ايه. وفترات الشغل بتاعته ايه. فدي بتكون calendar. calendar خاصة بكل resource. واتشانج الريكوستس. لو في ايه حاجة تطلبت اللي تشانج. وبتعمل update في project management plan. وبتعمل update في project documents. وتعمل update في حاجة مهمة قوي جديدة عندنا. بتعمل update EF و update OBA. طبعا انت هنا بتدرب تقريبا. او اللي انت بتعمله في الprocess دي. بيؤثر على الحاجات دي كلها. بيؤثر على الحاجات اللي هي كانت. انت بتتأثر بيها اصلا. فانت دلوقتي انت اخدها معاك في الimputs اهيه. بتتأثر بيها وبتأثر فيها كمان في اخر الprocess دي. طيب عندي ايه في الimputs عندي project management plan وعندي project documents و EF و OBA. طيب عندي هنا ايه عندي decision making multi criteria decision analysis. وعندي interpersonal and team skills اللي فيها negotiation و play assignment. play assignment بيضوية جماعة ان انت تبقى داخل المشروع ومدين لك حد مسبقا ان انت تشغله معاك. دي احيانا بتحصل او غالبا بتحصل. يعني بتحصل. خلاص يعني مش هنقول ان هي بتحصل كتير. هي بتحصل كتير صراحة. ان ده تقدخل المشروع فبتاخد ناس معك. يعني يولوك خدة معك. كمان. اللي هم الناس اللي assigned project قبل ما تقوم انت بالprocess دي. لا ايه سبب من الاسباب يعني. virtual teams اللي احنا كلمنا عليهم اللي هم الناس اللي مش قاعدين مع بعضهم في مكان واحد دول بنسميهم virtual teams. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه multi criteria decision. ان حضرتك مثلا لما تيجي تختار حد في team team member. فبتسلكت بناء على مش برامتر واحد او criteria واحد. انت بتسلكت بناء على multi criteria. زي ايه زي. 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 انت عايز ناس عندها معين. عايز ناس عندها experience معينة. فدي بتبقى multi criteria. فلما بتيجي تاخد decision بتاخده بناء على multi criteria دي. فيما يخص team member. هذا بالفعل. ما هو طبيعي يعني لا يعني الولي такую. هذه الحسنية لا أكثر بكريمانة الإكتشع بحرارات الإيقافية لإنجاب الإيقافية للتحقيق التصويتها و كيفية الحسنية على الضوء بإيقافية سرح الإيقافية للابس الإيقافية ت保持 بحرارات الإيقافية العامة للشخص وكهوات تتركيز حوامات الدكتورات بتحدد لك كل الحاجات دي لكل ايه specific resource. resource calendar also specify when and for how long identified team and the physical resource will be available during the project. يعني امتى هتبقى متاحة خلال المشروع ده. ممكن تكون دي معدة بتستخدم في كزا مشروع. فانت بتروح تشوفي resource calendar بتاعة المعدة دي عشان بنانة عليها تقدر اختفطت وجودها في المشروع بتاعك هيبقى انت بناء على اللي موجودة في resource calendar. او ان حضرتك اصلا انت اللي عندك resource ده وبتعمل له calendar عشان تقول ايه الاوقات اللي هتبقى فاضية فيه عشان ال other projects اللي حابت تستخدمها ييجوا يبصوا على resource calendar اللي حضرتك عامله ويبتدوا يستخدمه. this information may be at the activity or project level. يعني ممكن تكون على مستوى activity او عن مستوى ال project. this includes consideration for attributes such as resource experience and or skill level as well as various geographical location. يعني ممكن تبتلت تحط بقى resource ده موجود اصلا بأنه مستوى خبرية مثلا ممكن يكون عندك عامل غير عامل ما عندوش اي مهارة. امام؟ في عامل تانية عندو مهارة معينة او في عامل تالت مش عارف ايه. فده برضو بيقى موجود في resource calendar اللي هو عنصر الخبرة عنصر المهارة. ال geografica location ده متاح فين بالزبط. بندخل على developing. developing بقى دي ال process يا جماعة اللي انا ببتدي احول فيها الناس بتوعي. من مجرد في مجموعة عمل او من مجرد ناس بتشتغل مع بعضها لناس بتقدي مع بعضها كتين. الفرق ما بين ان احنا بنقدي مع بعض كتين ان احنا بنقدي كشخص واحد. زي بالزبط فريق كرة القضاء. انت النهاردة لو جبت كل واحد مش احيانا بتجيب ناس كل واحد نجم في منطقته. بس لما تيجي تدخلهم مع بعض لان ما فيش team building كويس او team development كويسة. فما بتاخدش منهم result. زي مسلا بعض الفرق الرياضية الكبيرة اللي ما قدرتش تحقق نتائج كويسة برغم من وجود نجوم كتيرة جواها. ده نتيجة ايه? انه كل واحد لوحده نجم بس مش عارفين نجيب الحتة بتاعة team. مش قادرين develop الناس دي مع بعضها انها تتصرف كteam او كشخص واحد بيقدي كأن مسلا ما بين اداء حداشر لاعب كفريق وما بين مجموع اداء كل واحد لوحده. وبالتالي انا هنا في البروسيس دي حابب اعمل ايه? حابب افورب او امبروف الكمبيتنسيز بتاعة التيم. وا امبروف كمان الانتراكشن. وا امبروف الاوفر اول team environment to enhance project performance. انا هنا مش لسه الفرقة ما تشكلتش. لا هي الفرقة تشكلت. بس التناغم بينهم هو اللي لسه ما تشكلش. التناغم بينهم هو اللي لسه ما تشكلش. ده كيف بنافت of this process is that results in. امبروف team work. اللي بها لك تيم ورك هنا هو عمل الفريق اللي احنا عايزين نوصله. تمام? عمل الفريق اللي احنا عايزين نوصله. في ناس كتيرة بتترجم دايما فريق العمل على انها تيم ورك. لكن فريق العمل ترجمتها الصحيحة. وورك تيم. تمام? لكن team work هو عمل الفريق. فكون لنا حضرتك تبقى عايز تعمروف a team work فانت عايز تعمروف عمل الفريق. تإنهانس interpersonal skills and the competences. تموتيبات employees. Reduce the attrition and improve the overall project performance. Use the attrition اللي هو الناس اللي بتسيب الشغلة او ترن او او السيب الفريق. الProcess دي is performing throughout the project. team development requires the skills to identify. محتاج تكون عندك مهارات. اول حاجة تحيط تموتيفة بالتمنتين تموتيفة تليت تناسپير البرجكتين تأتيف هاي تيم الفورمانس عن توميزة البرجكتين يعني انت كروجل دلوقتي نسؤول عن التيم انت كتيم ليدر او كبرجكت مانيجر او كبرجكت ليدر يفرض يكون عندك مهارات انك تايدنتفى و تمنتين و تموتيفات و تليد و تنسبير البرجكتين تمام؟ طيب انتو ميزة البرجكتين تقول له ليه عشان تيميت البرجكتين هاي تيم بيرفورمانس can be achieved by employing this behavior تمام؟ ازاي بقى نعمل ده؟ فقالك ازاي تحقق التيم بيرفورمانس او توصل الى هاي تيم بيرفورمانس؟ قالك عن طريق الحاجات تتبه اول حاجة use open and effective communication يعني دايما خلي في تواصل مفتوح وفعال بين فريق العمل وبعض create team building opportunities حاول توجد فرص للتيم بيرفورمانس اللي هي فكرة ان احنا ممكن مثلا نعود نفتر مع بعض ممكن نطلع نروح نعمل social activity مع بعض ممكن يعني يبقى في نوع من انواع ان الناس the act مع بعضها كتين طيب developing trust among team members يعني دايما نشجع ان يعني يبقى فيه ثقة فيه ثقة في الكلام اللي بيتقال فيه ثقة في تصرفات كل واحد من الفريق فيه ثقة منهم ليك ان هما بيثقوا فيك لما بتقول حاجة بتعملها لما بتحصل حاجة تتحمل المسئولية فيبقى فيه trust موجود ما بين الناس وبعضها managing conflicts in a constructive manner يعني تبتدي تمنج الصراعات او الخلافات اللي بتحصل بشكل بناء بين الناس ما دبقاش هدفك انك تحط على واحد او انك تضايق واحد او ان انت تنصر واحد على واحد وهكذا رأى حاول تدير بشكل بناء وهنشوف مع بعض شوية تشجع كمان تشجع تشجع فكرة اتخاذ القرار بشكل تعاوني او جماعي وتشجع كمان حل المشاكل بشكل جماعي كل الحاجات دي بتساعد فيه بناء فرق العمل خيب احنا بنطلع هنا بايه بقى بنطلع بteam performance assessment اللي هي تقيمات اداء التيم هتقول لي هو دا اللي انا كنت عايز اعمله هقولك لا بس هي دي الحاجة اللي من خلالها هتقدر تقيس قدرتك او مدى نجاحك في developing the team تاني هو انت دا اللي بتاعك يعني دا المخرجات بتاعت البروسيس دي المخرجات البروسيس دي في الاخر اسمها improved performance انت عشان تعرف ان الperformance دا improved محتاج تعمله ايه تعمله assessment فالمخرجات بتاعتك هتبقى قياس او تقييم اداء فريق طيب change results project management plan updates اه سوري change request تاب request اللي هي اه لو في ايح management plan وهنعمل update في documents وهنعمل update كمان في ال E F O B E زي البروسيس اللي قبلها خلاص? طيب ايه اللي عندنا في ال inputs اللي عندنا في ال inputs الحاجات الطبيعية project management plan we project documents واللي بيشقبط يبطل شقبطة تمام? و E F O B E يا سيد الفاضل طب بص ما تحاولش تمسحه انا عارف انك بتحاول تمسحه ما تحاولش تمسحه ما تحاولش عشان خطري طب انا هشتغل ازاي كده طيب بودي روما يا استاذ بودي يعني مش عارف هل انت سايب الموبايل مع حد يا بودي يا ريت ال admin بس يوقف موضوع ده يا جماعة في حد من ال admin زي موجودين وقفت خلاص ناشا بس عايزين نمسح اللي حصل طيب طيب نمسح ازاي نمسح تمام عاندنا يبها في الطول عاندنا تجمع عكس فكرة زي يا جماعة انت بقى عندك ناس في كزا مكان فتجمعهم في مكان واحد يعني ان انت تستخدم تجميع الناس مثلا مثلا يعني انت شغال حد من قسم انت شغال في بروجيكت بيحتاج تسويق على مبيعات على على شغل مش عارف على ايه على ايه وانت شغال مع الناس دي بس كل واحد كل واحد منهم قاعد في لا طب انا ممكن اجمع مش عارف المشروطة لما الناس دي ارجب معهم كلهم في مكان واحد فدي فكرة ان انت تجمع ناس اصلا في مكان واحد بيرش والتيمز العكس بقى ان انت اصلا يبقى عندك مش طبعا انت مش بتوزحهم بس انت يبقى عندك اكتر التيم بتاعك متوزع اصلا على كزا مكان ومش موجودين كلهم مع بعض في مكان واحد يعني هم مثلا من ضمن الحاجات ان قبل فكرة انه بقى فيه شغلة وان يبقى اصلا حاجة زي زوم وسلاك و كل التولز اللي بتمكنك مانيشتغل على بعض وان يبقى فيه انترنت يمكن الناس مشتغل على بعض فالتيم أول عندما عمل فكرة يعني ايه تيم ان الناس تبقى مع بعض فبدأ يظهر فكرة ان فيه اصلا بتشتغل في نفس المشروع بس هما في زي مثلا حالة بتاعتي انا زوجت لك ان انا عمي معايا تيم في اندونيسيا وتيم هنا في مصر تمام بيبقوا تيمز بيشتغلوا مع بعض في نفس البروجيكت بس مش قاعدين مع بعض في مكان واحد طيب اللي هي كل بقى التكنولوجيا بطالة الصلاة اللي حضرتك ممكن تعتمد عليها عشان تعزز فكرة التيم عشان تعزز فكرة التيم انت بقى سوا عن تيم سكيلزة عندنا كل سكيلزة انه حاجة دي هنشوفها دلوقتي معهم طيب تيم بلدين يا معا تمام تيم بلدين تيم بلدين تيم بلدين تيم بلدين تيم بلدين يعني حضرتك من ضمن الحاجات مسلا انت لو جيت الصبح وبدأت تحط الناس كده في معينة مدتها مسلا خمس دقايق زي ان احنا نقف نعمل نعمل مع بعض نعمل اي حاجة فيبتدي يتكون ما بينهم ده يقول كلمة ده يرد عليه ده يتفاعل مع حاجة فيبتدي نكسر الحواجز اللي ما بين الناس وبدأ لما كل واحد بيدور ان هو يعمل شغله فالناس هتبتدي تدور ان هي تانتجريت مع بعض عشان تعمل شغل يبقى total الشغل بتاعهم هو اللي صح مش شغل انا الواحد اللي صح وشغلك الواحد وصح فيها دي فكرة مجرد خمس دقايق في الاجندة بتاعت الميتن يعني عندنا ميتن مسلا ساعة في الخمس دقايق دي تقررنوا ان احنا نشتغلها او نعمل فيها نكون احنا سنسأل التاني سؤال شخصي ونبتدي نشوف الدنيا ممكن تمشي ازاي اي حاجة اي حاجة ممكن تكسر الحواجز اللي بين الناس او انها توصل لاني يبقى عندنا او او عندنا يوم اجتماعي او رحلة او كلام ده كله في الرحلة بقى نبتدي نعمل مع بعض بحيث ان احنا خلاص الناس دي تبقى ما عندهاش بينها وبين بعض لسه الحواجز بتاعت لأ اعمل مش عارف ايه لأ ده فلان بيقولي لأ ده مفلان بيقوليش لأ ده كان يقصد كذا كلام ده كله بيقولي The objective of team building activity is to help individual team members work together and effective تبستوني يا جماعة وحنا دخلنا فوقت طيب معلش احنا هنا team building stages team building stages ناخد team building stages دي وناخد ايه خلاص عشان نبقى خلاص team building كلها team building stages يا جماعة احنا اعرفها واحد اسمو تكمن ان هي بتبدأ performing وبعدين storming وبعدين norming وبعدين performing بيبقى فيه طبعا فكرة ان حد يوجد اه قفية او سجع كده عندها في اللغة العربية بنقول عليها يوجد قفية وبعدين حاجات storming storming norming performing عشان تبقى حاجات كده ايه اه اه محفوظة او سهلة الحفظ الفكرة في ايه فكرة performing ان انا لسه مكون الناس والناس بتيتعرف بعضيها storming اللي هو بقى نبتدي ندخل مع بعض شوية ويحصل صدمات ودنيا مني norming ان احنا نبتدي بقى نلغي الصدمات دي ونبتدي نفوكس على ان احنا نتعاون مع بعض ودنيا مني performing نبقى وصلنا باقصى درجات واعلى درجات الاداء مع بعض والتكامل مع بعض ان احنا خلصنا الله صلا مهمتنا وبيبتدي فض الفريق والفريق ده يبتدي ايه يروح يشوف شغلة تاني او حاجة تانية يعملها وبتبته طبعا بعد ايه دي فكرة حاجة نسبها لكو تلاقوها امام ايه المتكرم والراتين ماشي هناخد بقى الايه الحاجات دي بعد الbreak ان شاء الله break دلوقت كان بشمونت صح متى معنا نكمل اللي كنا بدأناه احنا طبعا قلنا ان احد الاوتبوت او اهم اوتبوت عندنا هنا او يعني مش اهم اوتبوت نقولنا ان احنا الهدف الاساسي من البروسيس دي ان احنا نخلي الناس تشتغل مع بعضها كاتين ونطلع بالتيمورك طبعا احنا لما هيحصل دوت هناخد performance عشان نييز بقى ان احنا فعلا عملنا المطلوب او نشوف ايه اللي حصل في البروسيس دي فلازم كان عندنا حاجة اسمها performance assessment اللي هو تقييم اداء الفريق طيب تقييم اداء الفريق ده بقى ممكن يكون من خلال ايه او ان الابالواشن دي يحصل او ان احنا نستنين ايه او بندور عليه اول حاجة improvement in skills that allow individuals to perform assignments more effectively تاني حاجة improved in competences اللي هي الكفاءات that help team members perform better as a team هنا احنا بنتكلم الاندفيدوال زي نفسهم يقدوا كويس وهنا بنتكلم عن ان التيم كمان يبتدي يقدى كويس كتيم بيحصل كمان reduced staff turnover rate ما بيمشيش من عندي ناس كتير reduced staff turnover rate increase team cohesiveness تمام بيحصل تماسك اكتر ما بين فريق العمل وبيبتدي يحصل sharing information and experience بشكل قابل لي وكل واحد بيساعد التاني تمام يعني دي indicators يا جماعة ان حصل فعلا team development اول حاجة improvement in skills improvement in competences يبقى التيم كله او الناس بتشتغلوا ببعضها كتيم بشكل افضل turn over او ان الناس تسيب الشغل او الفريق او البشروع معدل دا يقل طبعا احنا متكلم عن فرق كبيرة ممكن خمسين مية امتين طبعا حتى لو فرق صغيرة برضو لما يمشي واحد غير لما يمشي تلاتة او اربعة طيب كمان ايه زي ما قلتلك increase team cohesiveness ان احنا يبتدي يزيد التماسك ما بين اعضاء الفريق ويبقى بيشيروا مع بعض information and experience وبيساعدوا بعض بشكل مفتوح دا بي improve overall وكريزلت بقى لكل الحاجات دي احنا بنعمل assessment النقط دي كلها احنا احنا كنا بنشوف هل في improvement حصلت في skills وهي قد ايه improvement تمام؟ هل في improvement حصلت ال competences؟ هل في improved اه سوري هل الترنة overrate ال؟ هل team cohesiveness زاد؟ طيب لو الحاجات دي ما زادتش بالشكل المطلوب او يعني ما زادتش خالص ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها عشان ازود الحاجات دي او احسنها؟ طيب عشان اه كريزلت بقى للتقييم ده انا كمدير مشروع او كادرة مشروع identify specific training coaching mentoring assistance or changes required to improve the team's performance ممكن حضرتك كمدير مشروع تبتدي تشوف والله السبب في حاجة زي كده ان فلان بيشتغل مع فلان وفلانة بتشتغل مع فلان فاحنا لو غيرنا تشكيل الفري ده ممكن الموضوع يضعي طيب او ان لأ فلانة دي بتعمل حاجة معينة بتسبب في مشكلة ما مع الفريق العمل او بتدي negative energy او يعني كثيرة الشكوى فانا هاجبها واعمل لها coaching طيب لا فلان الفلان دوت بيعمل الشغل مش طرية صحيح فانا هجيبه وعمله mentoring تمام او ان الفريق والله عنده مشكلة كله في ال communication فانا هجيبه وعمله مثلا training فانت في النهاية بتايدنتفي ال specific training coaching mentoring assistance or changes required to improve the team's performance according ايه? according assessment اللي انت عملتها كمام? طيب ندخل على ال process اللي بعد كده اللي هي manage team manage team is a process of tracking بص يا جماعة في ال process دي انت تقول انت مبتعملش حاجة وانت بتعمل برضو كل حاجة يعني ايه? طيب انت من شوية قلتلي acquire team ماشي وبعدين قلتلي او acquire resources اذا كان من ندخل منهم من team. وقلتلي بعد شوية كمان develop team. طيب ايه manage team دي بقى? ما هو manage team انت بقى انت المهار الفترة كنت بتكون team بتحاول توجد روح الفريق مع ناس. تمام? انت هنا بتبتدي تمنج اي اشو تظهر وتبتدي تتابع ال performance بتاع كل team member الوحده وتبتدي تدي feedback تعمل تريزول the issue. تمنج ال change اللي بيحصل لو في حد ميش يبغيره وهكذا. the key benefit of this is that it influences team behavior manages managing conflicts and resolve issues. تمام? وبرفورمت throughout the project. طيب نيني نتكلم عن ال conflict اللي دي حتى مهمة جدا. وبيجي فيها اسئلة بالمناسبة في الامتحان يعني. conflict provide an opportunity for the project to improve. ازاي الخلافات اللي ممكن تحصل بين فريق العمل تكون السبب او تكون بتشكل فرصة للمشروع انه يتحسن. هقولك دلوقتي ازاي? مبدئيا مفيش مشروع مفيهوش conflict. يعني مفيش مشروع مش يحصل بيه فيه اختلاف في وجهات النظر ما بين الناس. وخلفة مفيش بيهوش مشروع مفيش بيهوش مشروع تحول بيهوش مشروع انه يكون فيه دايما الانه يكون فيه ضيمن conflict. طيب او كان بيهوش مشروع. صوفت بيهوش حوي yarظوه ازاي? عن طريق احنا نعرف السبب عن طريق أطراف الخلاف ومديرهم المباشر الأفضل حد يحل المشكلة هم أطراف الخلاف ومديرهم المباشر لازم يكون حد استباقي ما يستناش إن الكونفريكس تحصل وبعدين يبتدي يعالج أثارها لا هو بيحاول إنه ما يخليش الكونفريكس تحصل طيب إزاي ما نخليش الكونفريكس تحصل أول بس إحنا شايفين الشكل اللي قدامنا ده هو ده بيممثل الكونفريكس أو بالنسبة كبيرة بتكون الكونفريكس بسبب ناس منشفة دماغها ناس منشفة دماغها تمام اللي هما الهارد هيدد بيبل الهارد هيدد بيبل زي ما إحنا شايفين دول دونكيز دول كل واحد منهم عايز يروح يأكل الأكل بتاعهم بس اللي اتنين مربوطين بإيه الحبل ده بتبقاهية الروابط اللي ما بين الأكتيفتيز في المشروع لأن الأكتيفتي بتاعتي مرتبطة أكتيفتي عند حد تاني فكرة إن أنا بقى عايز أنتصر أو عايز أعمل أكتيفتي بتاعتي أنا صح على حساب حد تاني أو أنا عامل صح وما ليش دعوة لبقيني بغلط ولا لأ هو ده الأكسو اللي بيحصل ده مصر على وجهة نظره وده مصر على وجهة نظره اللي اتنين ما طلوش حاجة في حين إن اللي اتنين لو كانوا كل واحد منهم وافق على وجهة نظر الأولاني ووافق على وجهة نظر التاني كانوا اللي اتنين حصل عندهم وين وين بدل ما هما اللي اتنين في المرحلة دي كده ايه لوز لوز لا الاتنين هنا بقوا ايه وين وين تمام طيب يعني ايه الحاجات اللي ممكن تسبب تمام انا الحاجة دي انت يا مسلا اه ادارتين عايزين في نفس الوقت طب ما هو كده هيبقى فيه مشكلة طب لا هما كل ادارة شايفة ان هي الاولى وان هي المفروض يروح لها الاول لان شغلها بيتبني عليه شغلة تاني ومش عارفين project priorities اللي هي بفكرة الاولويات مين يتعمل الاول resources الموارد زي ما حاكمنا نتكلم technical opinions admin procedure cost personality وحاططلك personality بلول احمر ليه لان معظم الconflict اصلا بتيجي من personality بتيجي من الشخصية بتيجي من ان انا مش عارف اتعامل معاك او انت مش عارف اتعامل معاك في حين ان لو جيت بصيت على اللي انا بطلوبه منك او اللي انت بتطلوبه مني الشغل نفسه ينفى يتم بدون اي conflict بس عشان انا اول انت مجيت الشغل وانا موجود بقالي خمس سنين فانا ماينفعش انت اتكلمني كده لا ده انت لازم تقف وتديني تعظيم سلام والتاني يقول له لا ده انت انا متعرفش انا جاي انا ماجر انت لسه حتى تموظف انت واتبص تلاقي بقى ايه البرسوناليتي هي السبب مغزم المتحصل بين الناس كمام؟ طيب لما نيجي نبص هنا على manage team هنلاقي اني مفيش اود بتمعين انت هتطلع عنيه ليه؟ لان انا زي ما قلت لك انت تكاد تكون لو بتعملش حاجة انت بس لما بيظهر هنا مشكلة بتحلها تمام؟ طيب عندك هنا change request لو تطلب الامر التغيير و project management plan update project document update و eaf update وهنا في ال inputs are project management plan documents و work performance reports خلي بالك دايما بنشوف هنا ايه؟ work performance data عشان نروح لاقيها هناك ايه؟ في ال outputs work performance information لكن احنا هنا عندنا work performance reports ليه؟ لان انا مستني بقى تقارير الاداء بتاعة الناس عشان من خلالها اعرف ايه المشاكل اللي عندي وعالجها شانا اقول لك لما اي issue هنا تظهر حضرتك تمليها resolving فحضرتك هتري تشوف ال performance هل في ديلي مثلا في حتة معينة وهكذا team performance assessments اللي انت كنت خواخدها من ال ال develop team ال output عشان تقلل اصلا مش عشان تحلها. عشان ما تخليش كتيرة تحصل. في فرق ما بين انك لما تظهر لك تتحله او انك تقلل اللي تظهر اصلا. عشان تقلل اللي تظهر تعمل ايه? حط جراوند رولز. حط جروب نورمز. حط سوليد بروجيكت مانيجبينت باكسز. يعني من الاول يا جماعة لما نيجي نتواصل اي حاجة اه فيها او فيها ديتا لازم استخدم الايميل. ما ينفعش في الشات تبعتلي مثلا مكونة تقريب مكونة من خمسة صفحات. لا ده تتبعته على الايميل. لكن ينفع تتبعتلي على الشات وتقول لي حاجة الفرانية حصل او اقول لك. تمام? مثلا احنا بنحط شوات حاجات زي كده. ينفع ان احنا نحط نقول لما نيجي نبتصل. لما نيجي نتواصل صوتيا هنتواصل من خلال كزا. لما نيجي نتواصل في رسائل سريعة او شات هيبقى كزا. لما نيجي نتواصل في حاجة تانية اوفيشل او حاجة فورمل. هنستخدم الايميل. وهكذا. لما نيجي كمان نعمل ميتنج لازم نقول قبلها بقد كده. ولازم نبعت ميتنج اجندة. لما تيجي تطلب فلوس لازم تعمل الفورمل الفولياني. دي كلها تعتبر وحاجات زي. كل بقى انت حضرتك لما بتعمل بشكل سكسيسفول. ده بيديك جريتر بروت اكتيفتي. حضرتك لو قدرت تدير بشكل كويس. بيديك جريتر بروت اكتيفتي وكمان هيديك بوزتي فورك ريليشنشبس. الناس هتبقى تعمل ببعضها بشكل ايجابي لان ما عندهاش نفوسها مششيلة من بعض نتيجة خلافات كتيرة حصلت ما بينهم. تمام؟ قالت حاجة وين مانشت بابرلي ديفرنسي كان ليه تو انكريز تكريبتي. لما بتقدير بشكل الاختلاف بقى في الاراء ده ممكن ساعدك تستخدمه في صالح المشروع وعن وعن طريقه توصل افضل من اللي كنت ممكن تاخده. نتيجة ان حد بيلفت نظر التاني لنقطة او حد بيشوف وجهة نظر معينة ما حدش التاني شايفها فبتتجمع وجهتين النظر دور فبطولتا ايه الملعب؟ نحن نستفيد من الاثنين مع بعض. تمام؟ طيب. conflict. نحن ما تيجي تريزولف. conflict. rule of thumb بالنسبالك. إنها تكون resolved by those involved in the conflict. أطراف الخلاف. أفضل ناس تحل الخلاف وما أطراف الخلاف. PM should try to solve the problem if she or he has the authority. يعني مدير المشروع يحل المشكلة لو كان لي authority عليه لو كان لي صلاحية على الناس دول لو كان هو الimmediate manager بتاعها. بس يفرد انت حفي حد عندك من ال project team عنده خلاف مع حد تاني من إدارة مش تحت إدارتك. فانت هنا ما هيكونش عندك authority over الراجل التاني عشان تحل المشكلة. فساعدتها بتطلب senior management. قالك if not BM may call in senior management. exception is with ethics and breaking the law. طيب الexception اللي ممكن يخليك كمدير مشروع تتصرف على طوله ما تستناش حتى senior management. إنه يحصل ethics, breaking, ethical violation أو breaking the law. تمام؟ حد يعمل حاجة غير قانونية أو حاجة غير أخلاقية. BM must fly over the head of the person in conflict. المدير مشروع يضرب فوق دماغ الشخص اللي ايه اللي بعمل الconflict ساعتها لو كان الشخص ده عمل حاجة unethical أو against the law. تمام؟ طيب. دايما لما يبقى فيه بقى في الامتحان لما يجيلك situation and question. اسأل نفسك who has direct authority over the situation. يعني مين اللي بيه صلاحية في الموضوع ده لسه اللي هو لك فوقه هو مين اللي صلاحية؟ فيروم حطك كده في حوار ويقوم واخدك ويقول لك والله احنا كان عندنا مش عارف ايه وايه 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 وفلاني الفلاني من ادارة كذا عمل مش عارف ايه وانت مطلوب منك تعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا تعمل كذا دايما تحط في اعتبارك اول حاجة مين اللي direct authority على الموضوع. تاني حاجة مين اللي هيخلي باله من مصلحة العميل او فين مصلحة العميل في الموضوع تمام؟ يعني انت النهاردة وانت قاعد بتشوف بتشوف المشكلة بتحل المشكلة خط دايما في اعتبارك ان المشكلة دي تروعي مش مصلحة فلان ولا فلان قد ما تروعي مصلحة العميل يعني حل المشكلة بحيث انها تنتصر لمصلحة العميل او اللي sponsor في الحالة بتاعتي تمام؟ طيب زي ما احنا شايفين فيه 5 strategies لـ managing conflicts الـ 5 strategies دي بتتراوح في الـ cooperativeness والـ assertiveness بتاعتها من unassertive لـ assertive ومن uncooperative لـ cooperative طيب نبدأ بـ avoiding avoiding دا يعني حضرتك تنسحت او ما تعملش حاجة او تسيب المشكلة كما لو كانت هتحل نفسها ويعني يعني حدس ولا حرج عندنا مديرين من النوع دا كتير اللي هو ما بيدخلش او ما بيعملش او كلام نفسه خلاص competing ان انت تنتصر لوجهة نظر احدهم على حساب الاخر ان انت تقول فلان الفلاني صح وكلامه يمشي تمام؟ فطبعا هنا بيقولك هنا unassertive يعني غير حاسم موفيش اي حاسم في حالة avoiding على العكس تماما في الcompeting انت هنا حاسم جدا تمام؟ compromising compromising اللي هو وجود حل وسط انك تبني تسويق او حل وسط ما بين الاتنين طب ما تسيب انت حتة ويسيب هو حتة ونعمل كزا بدل انت ما كنت يا عم تاخد الـ IT specialist على طول تلات ايام وهو ما كانش هيخده غير بعد تلات ايام اي رأيك يجي عندك يوم وعنده يوم تمام؟ طيب نيجي للـ accommodating والcollaborating تمام؟ accommodating هو ان حضرتك تقعد تقول والله ده انتو كويسين مع بعض اول ما فلان الفلاني ده جهده فلان ده فرح بيه قوي انت هنا ما بتقدمش solution ولا بتاخد decision قد ما بتحاول تعزز مناطق الاتفاق ما بينهم او توجد ما بينهم حالة من حالات التقارب عشان يقدروا يحلوا مشكلتهم انت هنا مش بتايه؟ مش بتحل حاجة فعليا ولكن انت بتوجد تقارب ما بينهم عشان تحل الموضوع هقول لفظ دلوقتي ممكن المصريين يفهموه وممكن مش كل العرب يعني صراحة يفهموه بس هو حاجة تعبير معروف عندنا في مصر عارف انت ده يقولك مرهمه مرهمه يعني ايه؟ يعني ابتدي اوجد كده حالة من حالات السلاسة في الموضوع عشان الامور تنشي تمام؟ فالمرهمه جاي من المرهم يعني طبعا الناس في التعليقات بتتحق مو عند السيسم دحك ساعة ما كنت بقوله جوب ديسكريبشن برضو لما بتستلموش يعني تمام؟ مطبطباتي مصبوط مصبوط يعني مطبطباتي مسهلاتي ممرهماتي مش لرجة قادة عرب يعني قادة عرب بقى احنا هنعمل كولابريتنج دي بقى من فيها قادة عرب بس فكرة اكوميديتنج اللي هو ايه؟ ازاي يا عم والله يا ده الراجل ده كان مبسوط جدا اول ما انت تعينت معانا وفلان دوت اول ما تعين قال والله انا سعيد جدا انا شغال مع المهندس محمود عارف انت اللي هو بتبتدي توجد حالة كده من حالات الحب عدتلك قلبه اوه تمام؟ مهم يعني يا جوز الكذب في هذه الحالة اه يا جوز يا جوز يا بش مهندس عممه لبسه العم برضو لأ بص عممه دي فيها نصب شوية وانا هنا بكلمش عن نصب يا جماعة بكلم عن ايجاد حالة من حالات القبول ويعني حل الخلافات الشخصية بالزبط بحاولة جمع الناس طيب نيجي للكولابريتن كولابريتن بقى هنا انت بتبتدي تمسك الكلام تاخد وجهة نظر ده وجهة نظر ده وتعود بشكل علمي تشوف ايه هو المصلحة الحقيقية المفروض تحصل وتنفزها بغض النظر بقى دي وجهة نظر مين ان شاء الله تطلع بوجهة نظر تالتة لا بتاعد ده ولا بتاعد ده في النهاية حضرتك تقعد كولابريتن كلنا نتجمع انت عايزي انت عايزي طب هو المشروع بيقول ايه المشروع بيقول كذا 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 او المشكلة عند العميل ايه كذا طب احنا لو عملنا كذا وكذا وكذا هنوصل لكذا ممكن اللي تطلع بيه ده يبقى مش اصلا احد ايه وجهة النظر بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين كوابريتن وانكوابريتن في الحالة بتاعت الافويندين وحالة الكمبيتن مفيش اي كوابريتن بس في حالة الاكوميديتن وفي حالة الكولابريتن يعتبر اعلى درجات الكوابريتن امام فهيه دي الميثل دي طبعا شرح الايه الحاجات اللي قلناها مش فايه عشان تبقى يعني تاخد قرارات بشكل كويس اتبع الخطوات دي ايه هي الخطوات ايه هي الهدف من القرار يعني خلي دايما الهدف عندك عشان ما تشزش وانت بتاخد القرار تلاقي نفسك بتعمل حاجة تانية المصلحة تانية خالصة خلي دايما الهدف قدامك follow a decision making process خاول تخلي دايما في نوع من انواع الprocess انت ماشي عليها انت بتمشي على process بتشتخد بها decision يعني خليك program جمع ال data اعمل مش عارف ايه خد اراء الناس وهكذا طيب study the environmental factors ادرس العوامر المحيطة بالقرار ده analyze available information حلل كل المعلومات اللي موجودة عند حضرتك stimulate creativity بتدي خود رأي الناس وساعدهم ان هما يطلعوا بحلول ابداعية account for risk خد في حساباتك الرسك اللي موجود في الموضوع طيب influencing أو التأثير في الاخرين هو عبارة عن ايه هو عبارة عن skills كده زي اللي هولهالك دلعت ability to be persuasive persuasive تمام ان انت تكون شخص مقنع ان انت تقدر تقنع الناس فرقم واحد انا مثلا انا النهاردة لما بيجدر رسلك و لو انا ما عنديش قدر على التقنع ما اعرفش تخليك تستقبل مني الحاجة دي وتطلع فاهمها وموافق عليها ما انت لما اقولك كلام عكس بعضه ولا كلام مش ماشي مع بعضه فانت في الحالة دي هتطلع مش فاهم فانا لازم اكون persuasive معك clearly articulating points and positions بيقدر بسهولة يحدد النقط المطلوبة و positions بتاعت الناس ده مناوق للموضوع ده ضد الموضوع انت حضرتك محتاج ايه من الموضوع ده مش انت ليك ان الحاجة الفلانية تحصل اه وانت ليك كزا فلما حضرتك بتريد تتكلم مع الناس باللغة دي وتحددوا المقاط دي ده بيكون ليك تأثيرة اكتر عليها high levels of active and effective listening skills دايما الاشخاص المؤثرين والقادرين على تأثير في الاخرين لازم يكونوا بيسمعوا كويس لازم يكونوا بينصطوا للناس كمام؟ طيب awareness of and consideration for the various perspectives in any situation بيعرف يدرك مواقف الناس المختلفة من الموضوع يعني مثلا السي او هيشوف الموضوع ده ازاي طب الموظفين عندي لما هاخد القرار ده هيفتكروا ايه طب الادارة المالية لو انا ما ببعدتش الريبورت ده في الوقت ده وتممكن يفهمه ازاي بيقدر يكونوا عنده awareness of consideration ال various perspectives في كل situation gathering relevant information to address issues and reach agreements while maintaining mutual trust يعني بيجمع المعلومات وبيادرس ال issues وبيريتش agreement مع الناس وهو محافظ على الثقة المتبادلة بيقدر يحافظ على الثقة انتوا ستا اني اه انتوا شايفين كذا اقدر اعملكم كذا اه طب ايه رأيكم نعمل كذا اه موفقين ازان هو اثره في الناس انفلونسي ادرس فيبديجي في الليدرشب بقى جماعة فكلمنا اقتبالكم في الاول خالص عن موضوع الليدر والمانيجر وقلنا فكرة الليدر اللي هو بيأثر في البشرة فمناجين يقولك تعريف المانيجين دهو producing results expected by stakeholders or management team in general انت تجيب نتيجة تحقق نتيجة ليدرشب از اباوت ايه بقى establishing direction aligning people motivating and inspiring يعني مبدئيا توجه الناس رأي انه اتجاه aligning people ان انت تقدر تعلين ال people ثالث حاجة motivating and inspiring تمام تشجع الناس وتحفزهم انه هم aligning people يعني توحدهم كلهم على الهدف بتاع المشروع بتاعك تخليهم كلهم متوحدين في اتجاه الobjective بتاع المشروع motivating and inspiring تتلهمهم وتحفزهم على الموضوع need to be demonstrated on all levels على المستوى over all والtechnical والteam تمام تي هنا مقولة مهمة لستيفن كوفي بيقولك ايه بيقولك management is efficiency in climbing the ladder of success اللي هو زي ما انت شايف قدامنا كده فالادار هي الكفاءة في تسلق سلة من نجاح دي الادار طب وقمال ايه الليدرشب الليدرشب هي اللي بتحدد السلم ده يرتكز على اي جدار السلم ده يبقى محطوط على ايه جدار لان انا ممكن في النهاية لما يجي احط السلم ده على جدار غير الجدار الصحيح لا ادرك النجاح لما اوصل في اخر السلم التيم كله هيشتغل وبا 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 نوصل في الاخر ما نلاقيش result فمين اللي حطلنا direction من الاول هو الليدر فالليدرشب is to direct الناس للاتجاه الصحيح والobjective الصحيح فلما تحط الناس على الobjective الصح لما يبزلوا المجهود هيلاؤوا النتيجة دي مهمتك كليد طيب اخر حاجة control resources control resources مهمتنا نطمن ان كل حاجة تمت بالشكل المطلوب زي ما بنعمل كل مرة في ال control process فالك control process is the process of ensuring that the physical resources assigned and allocated to the project are available as planned as well as monitoring and the planned versus actual utilization of resources and taking corrective actions as the same يعني تتأكد ان كل حاجة بتتم حسب المخطط وتاخد corrective action كلما دعت الحاجة خيب the key benefit of this process is ensuring that the assigned the resources are available to the project at the right time and in the right place and are released when no longer needed أكد ان resources موجودة في الوقت الصح في المكان الصح ويتم تحررها أو يتم إطلاقها لما ما يكونش في حاجة إليه والبروستس دي performance for out عندي هنا عندي work performance information عشان عندي هنا برضو work performance data we change the request project management plan updates ونبدأ الحاجات دي كلها project documents update ونبدأ الحاجات دي كلها عندي هنا project management plan project documents work performance data واغريميس واغريميس دي اللي احنا بناخدها دايما أحيانا كده في الأول واخدنا هنا في البروستس دي على عشان لو في أي change حصل بتحتاج ترجع للأجريميس ده لأنه مش عندك نتشينج request غالبا في changes ممكن تكون related بأجريميس أي organizational process assets أي التولز اللي موجودة عندي alternative analysis عارفينها cost benefit analysis عارفينها performance review تقريم الاداء عارفين trend analysis برضو قلنا عليها بكده problem solving قلنا عليها بكده interpersonal team skills اللي هو في negotiation ونفلوينسي قلنا نفلوينسي ونفلوينسي ونفلوينسي هنتكلم عليه برضو في knowledge area تانية بس negotiation يعني مش محتاج يتقل في حاجة عندك بس مهارة التفاوض يعني project management information system control resources يا جماعة بتتضمن التضمن monitoring resource expenditure تمام identifying and dealing with resources shortage أو surplus لو في أي نقص أو عجز في الموارد أو على العكس في وفرة أو زيادة عن اللازم في أي موارد فتتعامل مع الحاجات دي بشتكت اللي إيه لحظي ensuring that resources are used and released according to the plan and project يعني بتأكد من إن resources بتاعتك بتلطحك بالمشروع وبتسيب المشروع حسب الplan وحسب project needs informing appropriate stakeholder if any issues arise with relevant resources تبلغ stakeholders إذا كنت في أي حاجة نتقلق بي resources ولازم تبلغ لل stakeholders Influencing the factors that can create resource utilization change Influencing the factors that can create utilization change تأثر على أي عوامل ممكن تغير في resource utilization أو تعمل change يعني managing the actual change as for أي change yourself to manage الوقت ودي problem solving skills identify problem define the problem investigate data analyze find the root cause of the problem solve choose the suitable solution from available ones check the solution determine if the problem has been fixed and thank thank you we I gahes the s'ila so the lo self organizing teams how to control and evaluate or adapt due to it is like a country inside country طيب سؤال جميل جدا وانسح ما تفهمي خلينا نجاوب عليه هو ازاي control و evaluate و adapt self organizing team طيب self organizing team مش زي ما يبدو من اسمها ان هي كل واحد مع نفسه او هو بينظم نفسه بشكل perfect او شكل 100 100 percent يعني ولكن القصة هنا قصة ايه قصة انه هو بيقولك ان الناس دي اللي كنا بنشرحه وبنتكلم عنه فكرة ما بقتش موجودة بنفس الكيفية بقت موجودة بشكل اكثر هدوءا يعني المميز قوي اللي من النوع دوت ان بيكون كل واحد منهم في حد ذاته responsible responsible عن شغل بس مش لوحده كده مع نفسه لأ في حد برضو بي organize بس مش هو الحد اللي تروح له وتاخد رأيه وتاخد موافقته في كل حاجة ففي النهاية ال 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 مش بمعنى ولكن قليل من شكرا جدا للمهانس محمود زي زيدان وشكرا للدكتور ابراهيم الله يكريم اك دكتور وماذا لو كان المدير في الاساس منحاز الى شخص معين يعني والله اعتقد في الحال اللي زي دي هتبقى محتاج بس انك تكسبه يعني حاول تشوف تكسبه عارفتش تكسبه فخلص يعني بيئة عمل تانية المهاندسة توفير واسأل على طول باش مهاندسة يعني مهاندسة مهاندسة هي مش فكرة هي مش فكرة مفروضة عليك هي مش مفروضة عليك هي حاجة تتميز بصعوبة تغييرها هي حاجة بتتميز بصعوبة تغييرها مثلا مثل زي الو ب اي خلاص وبتتميز بان هي ممكن تبقى ذات تأثير ايجابي او سلبي بحين الو بيئة تبقى دايما تأثيرها ايجابي لكن الف تبقى خلاص ف الف هنا في الحالة بتاعتنا هنا لان انت اصلا بتلعب في حاجات او بتشتغل في منطقة هي احد اهم مناطق الف فبيقول لك يا سيدي روح اعمل لها ابدات ده لو حصل ان في حاجة تغيرت بما يخص الف دايما يا جماعة الابديت مش ملزمة او مش معناها انا خلاص هنغير الحاجة دي لأ الابديت دايما الابديت دايما بيذكرك بي بيقول لك خلي بالك ممكن يبقى عندك اينا ابدات روح بص عليه بس المهم سأل ازاي بيطلع اي 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 ازاي بيطلع من كزا حاجة يعني اي ازاي بيطلع من كزا حاجة لا مش فهم سؤالك قوي مش فهم تقصد ايه شكرا موانس محمد رقفت شكرا موانس ربيا روزيق موانس محمد بقول مش هي حاجة خارجية لا احنا قلنا انتر برايز انبيرومينتال فاكتور يعني في انتر برايز في الموضوع هو وبعدين احنا مجينا شرحنا قلنا لك ايه بس هي ما تبقاش من جوة لو هي من تحت مقاول والمقاول ده بيعمل جباية وماشي كمام فانت هنا تتعامل معها من خلال وان كان انت في نوع من ارواح تجاه العمالة دي على سبيل المثال انت مسؤول عن سلامتهم حتى لو هم تابعين المقاول حتى لو انت مشاير المقاول مسؤولية سلامتهم فانت مسؤول كل تالي هم جزء من الهيومن ريسورسز شجلين بطريقة معينة تحت مقاول مهندس ربيع شكرا لك المهندس احمد السامير نزل الفور بشمان السلام عليكم وعليكم السلام اهلنا دكتور ساعدتك الله بارك فيك انا بس فيك يعني معرفش ضعفة صغيرة بتصلاح عليها ساعدتك ازينا بس سؤال دوت طيب ممكن اتفضل 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 طيب هو بيقول لي والتكنيك والمسؤولة احفظهم في كل لا احنا قلنا اتكلمنا في المالوضة قبل كده بشماندس وقلنا ان الحفز خليه اخر حاجة بعد ما تكون فهمت خالص وشايف ان في حاجة غير قبلة للفات بس احنا هنا بنحاول دايما نخلي الامور منطقية واعتقد ان الناس شافت معنا انا وعبتك بالكلام ده في اول الكورس وقلتلكم خليكم معايا فهموا مش مطلوب منكم حفز وبالفعل احنا ماشيين بننطق كل حاجة وبنقول دي بتبقى موجودة هنا ليه ودي موجودة هنا ليه ودي موجودة هنا في حاجات بقت مكررة بالشكل اللي خلينا باصلا غزبنا عننا نحفظها فما بقاش يعني خلي الحفز دي اخر حاجة خالص لما تبقى لك كده كم حاجة في الاخر يعني حس ان هما منهمش منطق مش مفهومين خلاص هما دول بتحفظوا ايه السؤال ايه السؤال يا بيش مهندس طيب نسمى الدكتور ابراهيم وبعدين نلقى عليه السؤال ده تفضل يا دكتور الله يبارك بيك بالنسبة للموضوع الهمون رسرس وما نجح احطهم فيه الموقع على سبيل المثال كابون استركشنز والتبر ده اكتر حاجة ان فيه مقاولة رئيسي بيبقى عنده سطف كامل من الانجينيرينج والتقنيشنز والسبرفايزور والمنباور كامل ده بيبقى خاص بيه ويتحط تحت الهستوجرام بتاع المنباور ما تمام؟ في بعض الاسبيشياليست بيبقى مشاريع بتطلب اسبيشياليست ساب كونتراكت في امور معينة في الالكتريكال والميكانيكال والسيفل برضو الناس بتوع الكلادينج الناس بتوع الفلورينج الناس بتوع واتفر يعني الفانيشنج والكلام ده حاجة ايه طبعا اه اول بيها اكتر مني برضو في الفانيشنج انا اصد ان انا بضيف المنباور بتاع الساب كونتراكت ده على الهستوجرام عندي عشان بيسمع معايا في البروجرس بتاع المشروع فانا لو استبعدت المنباور بتاع الساب كونتراكت واعتمدت بس على العدد المنباور اللي تحت ادارتي او اللي تحت الشغل عندي اللي هم على قوة عمل الشركة والكلام ده كله هيبقى قدام الهستوجرام والبلانر العدد نفسه مش هيبقى متناسق مع البروجرس بتاع الاجمال اللي في الموقع اللي اضافة خطوة عزيزة باسعاد الله ينور عليك وطبعا انت بتتكلم من بلانينج برسبكتف شوية لها علاقة بلما تحط الريسورس بتاعتك على سواء بريمابيرا او مايكروزوفت بروجيكت فهو عايز يحط ريسورس تبقى بتتكافأ مع الشغل هو دلوقتي عنده حجم شغله معين فلازم يحط له ريسورس تتناسب مع ان حجم الشغل ده يخلص في الوقت ده فبيضطر يحط المانباور اللي تحت المقاول او مش بيضطر يعني هو بيبقى لازم يحط المانباور اللي تحت المقاول تحته عنده عشان يتبانى عنده في الهستوجرام ان يبقى كل الدنيا منطقية مع بعضها انا معرفش هل السؤال اصلا اللي سألوا زميلنا هل كان يعني بيتارجة الحتة دي تحديدا بس اعتقد انه كان بيسأل من منظور اللي تكلمنا عليها النهاردة ان احنا اللي بيجي نتكلم هنا على التيم والبروجيكت تيم هل هم جزء من البروجيكت تيم من المنظور بتاع الهيومن ريسورسز مانجمنت فانا بقول له اه يعني حضرتك النهاردة انت في النهاية هتبقى مسؤول عن سلامته هتبقى مسؤول عن اي حاجة قانونية يعملها هتبقى مسؤول عن اي حاجة تحصل منه فهو جزء من الهيومن ريسورسز اللي لازم تطبق عليهم الحاجات اللي انت بتطبقها على الهيومن ريسورسز بتوعك تمام? تمام. اه سؤال تاني بعد ازنك. اه في موضوع بتاع الهيومن واخترافاتنا بينهم على سبيل المثال يعني انا بعانيها انا شخصيا. اه باعت بالذات يعني الخلاف زي ما حاجة طبعا ان استاذ وعارف الخلاف دايما بين الماور الاستشار. دايما الاستشار بيدافع عن وجهة نظر والماور بيدافع عن وجهة نظر والاتنين ما بيترقوش. الحد ما بيتخانوا مبعض في كل الامور دي بقى هتحتاج تحل الكمفلس. طبعا ما انتش هتعرف تمشي قانوني بقى ورق. يعني بنانا على العقد وبنانا على ايه الامور دي. طبعا اي ما اقول يعني وطبعا بيبص للبروكس. هي طبعا الكمفليكس بتمكن تبقى من من كونفليكس بين اتنين زملة بنفس الفريق. كبيرة كزا ما انت شرحت استشاري ومقاول وفيه اختلاف وجهات النظر. فطبعا كل كل بيبقى ليه طريقة في المانجمنت. طيب مزبوط. مثلا استشاري ومقاول. فانت لازم فعلا الدنيا كلها تمشي بورا وبشكل وحقك. خلاص? فاحنا هنا بنتكلم شوية عن حتة. حتة شوية. يعني حتة بتكلم عني دي ممكن تدار عقود في عقود في حقي في حقك والدنيا مني. فانت هنا بتمنج ما بنسميهوش بقى في الحالة دي بنسميه زاع قانوني. بنسميني زاع قانوني وبين طرفين مسلا. ان والله اللي استشاري شايف ان انت كده غلطان. لأ المقاول بيتمسك بالمواصفة اللي موجودة عنده في العقل. والدنيا دي. فلكن احنا نتكلم عن الحتة اللي محتاجة. ومحتاجة منك بس. دي برضو كده مع ساعدتك برضو من ضمن الحاجات يعني نفس الموضوع حتى بين التيمورك وبين الاسطاف وتفر اي الليفل بتاعهم. الانسان لما في المنظومة الصغيرة او في الموقع او في الشركة كبيرة. بيحط بوليسز معينة ورولزي الناس تمشي عليها. يعني عشان محدش يعترض على الرولزي دي. والكل يتعمم عليه. الناس هتبقى ماشية بليفل كويس. غير ان ما فيش رولزي خالص وما فيش لوائزة نقوله. ازا حصل كزا بجازو غير الحاجات الشخصية والبرسنال والامور اللي تبقى يعني فيها خلافات بين الزمل وبعضهم. ودي طبعا موجودة في السوق كله. هنا وهنا وفي اي مكان. سواء عرب ولا اجانب. نقصد ان لما تبقى فيه الناس حتى لو هي المصواف الظلمة عادل. نفس الكلمة. يعني المصواف الظلمة. لما تبقى الواحدة موجودة. واحد لما عوز يعمل واحد اين تلاتة اربعة يمشي فيهم ازاي. حتى لو هتاخد وقت وعرف ان ده السيستم اللي ماشي في الشركة او السيستم اللي ماشي في المكان نفسه. فهيرتاح عشان يقلل الخلافات. ده نقصده صحيح. سكرا جزيلا للاضافات اللي بتدفع لنا كل مرة بصراحة. نرجع بس نجاوب على السؤال بتانية المهنس ربيع. هو كان بيسأل وهناس الى 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 اللي شغال بشكل او بشكل دايركتل في البروجェكت فهو بيكون دايركتل في البروجェكت لو التريننج ده بتعمله اللي مش مش اه شغال بشكل دايركتل في البروجェكت. فساعاتها ما ينفعش تقولي ان دي اما تاخد من الترينينج او تاخد نصيبه من الترينينج في المشروع وده يبقى ديركت بساعتها يعني بتحط عشان هو مش شكرا للمهندس الف واحد المصطفى بسيوني مصدر الاسئلة هندسة بعد اذنك حاضر والله الحاضر يعني ان شاء الله يكون في مصدر الاسئلة وانا بتقول لكم اوفر لكم المصدر زي بيكون التنسيق بين الكلندر والكلندر حتى لو يكون هناك اوقات غير مستغلة في المشروع بس هندسة الكلندر دي بتبقى حاجة انت بتعملها على مستوى المشروع كله بيكون بتحدد للمشروع اوقات العمل واوقات غير العمل والدنيا دي كلها انت كده بقى عندك ايام بتحب ايام بتحب ايام بتشتغل فيها تمام? ايام وتبتدي بعد كده تشوف بقى وزن البروجكت بالشكل ده خلاص دكالدر بتاعت البروجكت بتاعك ان انت بشتغل من تسعة الخمسة بتشتغل من الحد للخميس واكزا حددت الكلندر بتاعت البروجكت بتاعك والدنيا بتاعتك تمام ما تيجي بقى عندك الريسورسURس دوت والله اجاستو بقى بقى ما بقيتش سابته اجازته بقت اجازته بقت اجازته بقت اجازته بقت اجازته بقت سبت وحد نصف. كمام? ده اجازته سبت وحد. فهو بيشتغل ايه? بيشتغل من الاتنين للجمعة. فانت مبدئيا اشتغرف تستفيد بيه من الحد. فانت هتبتيد تستفيد بيه من الاتنين للخميس. خلاص? فتتعمل او بتعمل ما بين الكالندر بتاعت ريسورس وما بين الكالندر بتاعت البروجيكت. فالاساس ده حاجة سبتة على مستوى البروجيكت. كل ريسورس بقى بتجيبه وبتحطه في الوقت اللي انت عايزه وفي الوقت اللي هو متاح فيه حسب البروجيكت. خلاص? طيب. الله يخليكي بشبه ان اسم محمد. انا نقول لكم محاضرة فعلا دسمة وطويلة بس يعني مش صعبة يعني تبقى ممتعة. محاضرة توفيق بيوضح بيقول لحبة اوضح لحضرتك ان ما اكون اقصد النص بالتعبير معاما بل كنت اقصد انه اه عمامة بعد سخبات مسيح الموظف لتعبير مرهمة مع اختلاف اللهجات القاهير غير السكندري. ومعناها طيب خطر وقرب وجهات النظر. طيب خلاص والله يعني يا بس يمكن زي ما انت قولت كده اختلاف الثقافات ما بين القاهرة وغير القاهرة. يعني التعميم بتبقى لحد المياه عندنا اه معناها ان انت تلبسوا العمى. تلبسوا العمى يعني تكفي تضحك عليه. من الاخر يعني. فده كان معناها عندنا. فانت عليها معنى المرهمة او معنى اه تقريب وجهات النظر. فخلاص يبقى احنا استعلمنا معنى جديد لكلمة عمامة. ماشي? طيب. اه الويست السابتة ولا متغيرة موانس وريد? اه. يعني ايه سابتة ولا متغيرة انا مش عارف. يعني تقصد ايه سابتة ولا متغيرة يعني 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 ايه? الويستس يا جماعة اللي هي اللي احنا قلنا عليها بتاعت يعني وضح لي بشوانس وريد يعني ايه تقصد سابتة او متغيرة بمعنى يعني هل في كل المشروعات في حاجات زي كده? هي القصة اكيد لا انا الشرط كل المشروعات يبقى فيها التمانية ويستس دول. ممكن بساطة يبقى فيها اربعة بس يبقى فيها مش عارفة. بس في انواع ويستس تنتبه لها وانت بتشتغل. تنتبه للويستس اللي جاي من تنتبه للويستس اللي جاي من الاكسترا وورك. انتبه للويستس اللي جاي من كده. فمصادر الويستس دي بتبقى هي هي مصادر الويستس في كل المشاريع. في بعض المشاريع بقى يبقى فيها اربعة من التمانية. في مشاريع تانية بقى فيها سبعة من التمانية. في مشاريع تانية بقى فيها تلاتة من التمانية. حضرتك قدرت تتغلب على اربعة ومعرفتش تتغلب على اربعة تانية. فخلاص. فلو كان هو ده اجابة سؤالك ماشي. ما كانش يوضح لي. طيب وفي معدات لها جدول سيانة ما هي جدول السيانة ده يا فندم بيبقى يدخل يعني المعدة دي هيكون لها ريسورس الكالندر. السيانة بتاعت الريسورس ده او المعدة دي بتبقى موجودة في الريسورس الكالندر بتاعت. طيب تمام شكرا ليك يا مش مهندس وليد. ايه تاني يا جماعة? كده الاسئلة خلصت. اه اتوجه لكم بالشكر.